اشتركوا في القناة 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 أنا بقى هقول رأيي واسيب الفنانة لينا صالح تكمل بقى رأيها رأيي البسيط أنه هو الموضوع مالوش علاقة بالسن خالص ممكن شخص يكون سنه صغير جدا ويكون ناضج ويكون كلامه موزون وعنده خبرة وتحس تصرفاته كده كلها موزونة بعقل ما بيعملش حاجة تخرج عن علامات الناضجة طيب الشخص ده اللي يفرقه عن واحد تاني سنه كبير بس تصرفاته غريبة شوية ومش ناضجة اللي يفرقه أنا بتايعلي فرق الخبرة أو مواقف عدت عليه الخبرة مش بسنة خالص ممكن حد صغير في السن وعدة بخبرات كتير أو يتقعد مع حد تاني كبير بس هو ما تعرضش الكم المواقف السخيفة أو الحاجات اللي عدت عليه فحسسته أنه هو لا أنا لازم أتعلم أنا لازم أتغير أنا لازم أبقى مختلف أنا هتعامل مع الموضوع ده بالراحة أفتر يمكن أول مرة مثلاً اتقابلتي برفض من أي حد حواليكي كنت متعصب ومتدايق أو موتش عننا بعد كده بقى بالنسبة لك تعودت أه أصلاً ده مين ده أصلاً عشان يقابلني برفض يا عم صباح الفل كده أعرفه يا عم أعرفش أعرفك غير ماما أنا بالنسبة لي ده نطج إنه هو في الأول ممكن تتضيقي وتتعصلي من موقف بسعد عليكي مرة تانية حتى لو أنت في سن صغير خلاص أنت نضجتي وعرفتي إن ده مش فارق معاكي بصي رأيي ما يختلفش عن رأييك والله أول مرة بصراحة تقولي رأييي خير إن شاء الله حاجة غريبة جداً كل رأيها مستفزة بالنسبة لي كان أول مرة أراقي رأيي راضج من سورها سبحان الله أول Shooting أول مرة س初ically تقول كلام ناضج فعلاً أول مرة ده أنت انت يسكت ده بدا وما عادي تعملية بطريقة الله الله يا أستاذة مش فاكرة دee مش شاهدهك غير دلوقتي بطريّة إنت soldier Saabdin لي لا نخلص ما نتكلم قالينا قضاط لم مين أنا ماشا يا بدري أنا هستقذم المخرج ها لها وحكم التوسط ألع recommending لها أكلمك يا حابس يا المبارد لأ شايفة فعلا إن إحنا وإحنا صغيرين أو هي الموضوع مناش علاقة خالص بالسن أنا بشوف ناس كبيرة أوي لسه ما نضاجت بجد ممكن حدد عوضي كلامي عام ستين سنة وتحسي لسه دماغه فاضية مش ناضج مش واعي يناف فين هو تتكلمي معاه وبجد شخصيات أنا والله فيه شباب اللي هو بالذات في الجيل ده لـ 18-16 عوضي تتكلمي معاه لأ دماغه وحضرة وزينه حاضر وناضج وعارف بيعمل ايه وعارف الصح فين وعارف الغلط فين وماشاء الله زينه حاضر بس هي عنصر الخبرة زي ما انت برضو قلت يا سوها الخبرة هي اللي بتميز الشخص من تاني هي اللي ممكن تفرق بين اتنين دنادج ولا لسه من خلال الاحتكاج بقى بالمواقف المواقف اللي بتحصل لنا الأحداث اللي بتشلنا وتحطنا هيزي اللي بتخلينا في حالة ندوج أو لا كمان ظروفنا الحياتية أنا ظروفي أنا تولدت في بيت مثلا كانوا مهيئين لي كل حاجة واحدة ولد في بيت هو اعتمد على نفسه كليا هل ندوجه زي ندوجي؟ لأ طبعا لأنه هو يعني شر المسئولية من هو صغير فأكيد نضج بدري لأن الشرع علمه الشغل علمه الحياة المهنية علمته الدنيا عاملة ازاي أنا واحدة معتمدة مثلا بيتي من البيت للمدرسة من المدرسة لبيت هل وعي ونضجي هيبقى زي الشخص أكيد هو هيبقى سابقني شوية عشان التجارب والحاجات اللي مر بيها في حياته عد عليك الشخص قبل كده اللي قلت له لا أنت مفروض كبير ونضج وفاهم يعني الدنيا ما ينفعش بأداء كلامك طبعا طبعا وأكيد كلنا هذا الشخص عندنا شخصية تحسي إيه ده يعيب على سنك يعني ما تكبر ممكن نكبر شوية بعقلية ممكن نرتقي في نفس القاعدة اللي كنا عاديين بنتعش فيها مع بعض أنا كلمتك على كام شخصية برضو كانت لو أنت كبير يا عم بتعمل كده لك تكبير يعمل حاج جبالك فيه ففيه فعلا هو الموضوع ما لهش علاقة بسن خالص ولا ليه علاقة بأن هو ده أصل هو شاف حاجات كتير أو ما شافش حاجات كتير أنت نفسك من جواك لو عايز تتصرف بطريقة عقلنية وفيها نضوج أنت هتحكم عقلك هتبقى فاهم إن أنا كده ده تصرع فيه أحيانا كتير بنبقى بنمر بمواقف وأحيانا في شغلنا بتغذيها على طول على عصابك وبتغذيها بطريقة عصبية في العلاقات لو أنت مش نتجة كفاية بيقولك برضو مثلا بسمع كتير أو في مسلسلات بيقولك أستديش ست نتجة دي عرفت إزاي ترجع جزها ليها رغم إنه كان رايح في سكت كذا ومعرفش عملت نفسها مش عارفة أي حاجة عشان بنضوج تحل الموضوع بعقل عشان يرجع لها تاني ففي كيسز كتير قوي بتقابلنا في حياتنا وهي دي اللي بتبقى علامة النضوج إن أنت تتصرفي بعقل وحكمة الله عليك يا فلانة والله مرسي لأنت عليك يا جمل دي أنا عليك يا جمل مرسي طيب إحنا معنا دلوقتي لايف كوتش سيهام سعيد اللي هت... يعني برضو يا سيهو هتساعدنا وهتكمل لنا المعلومات اللي إحنا قلناها يمكن في حاجة طيب ألو يعلوم زيكي سيهام عاملة إيه؟ أهلا بحضراتكم عاملة إيه؟ الوارف عيش سعيد أهلا بيت هل النضج مرتبط بسن معين ولا الكلام اللي أنا ولينا كنا بنقوله وكلام سليم ملهوش علاقة بالسن اللي علاقة بالتجارب؟ كلامكم مضبوط أكيد والنضج مش مرتبط بسن معين لأنه ممكن جدا نلاقي حد السن صغير وما شاء الله ناضج جدا فكريا وعاطفيا بالعكس صحيح ممكن نلاقي حد وصل لستين سنة وهو ما زال ما عندوش النضج الكافي ولكن في دراسات بتقول إنه الشتات بتنضج في سنة ثلاثين سنة يعني الثلاثين سنة بتكتدي يبقى عندها نضج كافي إنها تتعامل مع الحياة وعلا عكس الرجال اللي بينضجوا في سنة ثلاثين سنة آه يعني الثلاثة بتسبق الراجل في النضج شفتي بقى عشان كده والله إحنا بعشر سنين أيو عشان كده دايما كان الناس من زمان بيجاوزي ناس أكبر منهم عشان يبقى عقل ويدوب مناسب لعقلك صح؟ بس أنا أقولك على حاجة يا سيهم من وجهة نظري يعني أنا بحس الموضوع مش مرتبط بسن لأن في رجالة عندها مثلا بجد ولد شغي صغير في السنة عشرين سنة وماشاء الله عليه كامل متكامل ناضج كده وراجل في نفسه أيوة طبعا ده واحد عنده ستين سنة تافه جدا وفاضي وخه صغير على قده فأنا بحس الملقى شراكة قوي بالسن لأ السن من العوامل ولكن مش هو العامل المؤثر يعني التجارب والخبرات والبيئة الاجتماعية والثقافية التربية كمان بتوثر بيتهيألي إن إحنا نختالت بلاس كبيرة التربية أهم عامل معنا في موضوع النطبجة طب إيه العلامات اللي أعرف بها إن الشخص اللي قدامي ده ناضج فكريا وعاطفيا وإن أنا أقدر أتعامل معاه على إن شخص ناضج هو أول حاجة إن هو يبقى شخص مسؤول يعني مسؤول عن قراراته وعن أي خطوة بيأخذها في حياته ثاني حاجة إن هو يبقى شخص يعني منفتع لانتقاض يعني مثلا إيه لما حد ينتقضه ما يأخذش الموضوع بشكل عدائي وإن هو فجأة يهاجم الشخص اللي قدامه لا هو يتعامل مع الحقيقة لإن إحنا بنتغيره وإن إحنا وجهات نظرنا بتختلف كمان إن هو يتعامل مع نفسه إن هو شخص يعني قابل للنمو إن هو بيتغير مع الوقت إن هو ممكن يبقى عنده أفكار أو معتقدات معينة ومع الوقت المعتقدات بيتختلف كمان هو الشخص اللي بيعرف يعبر عن مشاعره بشكل واضح جداً هو عارف إن أنا دلوقتي بكون متدايق فأنا هاعد شوية أنا دلوقتي بكون زعلان فأنا مش هتكلم مع حد كمان هو الشخص يعني بيكون منفتح شوية بيكون متقابل لنفسه ما بيبقاش نسخة من الناس التانية يعني بيكون شخص مؤمن إن هو أنا ليه شخصتي ليه شخصيتي ليه تجاربي ليه رحلتي الخاصة فلينفحت أكون نسخة من حد طب هو سهم هو صح إن أنا مسلاً لو شايف حد قدامي غير ناضج صاحبتي حد قريب مني حد معي أزميلي في الصغل اللي تصرفاته وبتدل على عدم نضوجه هو لسه في حتك كده معينة مجبرش في حين فيها هل من صح إن أنا أواجه الشخصية الضيب ده إن أنت أقول له على فكرة أنت شخص غير ناضج ولا مليش دعوة ولا ما ينفعش إنك تواجه شخص بحاجة زي كده لا هو على حسب لو هو شخص قريب منك فأنت ممكن تواجهه بس مش بنواجهه نقول له أنت شخص غير ناضج إحنا نقول له مثلاً على حسب المواقف نقول له أنت مثلاً في المواقف ده بتتعامل مش بتفكر كويس أنت سريع المفعيل أنت مثلاً بتحسب الأمور في طريقة غلط آآآ نلعب معاه عن نقطة دي له هو شخص بعيد عننا فيفتحسن إن إفنا ما نكلموهش لأنه في ناس الشخص الغير ناضج به هو مش مدرك لكده يعني هو شايف نفسه طبيعي ما بيشوفش نفسه عنده نقصة أو عنده حاجة فبالتالي ممكن لما أنت تتكلميه هو ياخد الموضوع بشكل هجومي أكثر أن أنت بتسيء لشخصه صح صح تمام والله نورتينا يا سيهام جداً مرسي على المعلومات الحلوة جداً اللي أنت قلتها لنا النهاردة وأظن يعني عرفت حاجات كتير قوي أن هي مالهاش علاقة بالسن مالهاش علاقة بحاجات كتير قوي في مكونات تانية هي المهمة اللي هي التجربة الاحتكاج بالحياة تربية برضو لها عامل المهم في الموضوع بس أما حاجة أن أنت تكون ناضج يعني سيبك من الباقي أما حاجة نحن نحاول نمر المفصل هي قتل ثلاثين فأنا دلوقتي في أنت نضجتي عارفة أنا عروسة؟ أي أنت عروسة أنت نضجتي حبيبتي آخر فبق أي جمال يعني أبشركم إن شاء الله عشرين 24 هتغير بإذن الله طيب أنا هطلع فاصل أختبرها في النضوج كده دي شوية أسئلة كده ونرجع تاني أقول لكم هي نضجت ولا لس فكرة الرجل الشرقي دي اللي عنده نخوة لا مش بس اللي عنده نخوة اللي اتربى على عاداته تقاليد اللي اتربى على الصحة والغلط اللي لسه متمسج بالمبادئ اللي تأسست فيه من وهو طفل صغير اسم الفنانة الجميلة صفية العمري في المسلسل كان إيه؟ أنا نازج السلاح دار اتجوزت مين الأول سليم البدري ولا سليمان غانم؟ سليم البدري مصرح ليه لايف إنك بتشوف الفنانه صادق متعته؟ ونفسه وبتحسه بالإضاءة فيفضل مصرح حتى لو فيه تكنولوجيا جديدة وإنت عادة في البيت دوست على زي تفرجت بس يبقى ده ليه طبع ومتعة ويعني أنا ملبسه بتاع وهشرب شاي وهزبط أو هشرب قهوة وعندي الساعة 8 مصرح ونازل راكب رايح حالة دوار زي بتاعة كفر دلهاب كان فيه كنت بدأ يا ربنا أنا بحب المواصل يبقى كده يعني كفر دلهاب فيه تلات مسويات المجذوب بتاع القرية والسوق لطش وماشي بيلطش وبتاعه وبعدين تكتشفي لما يقابل البطل يوسف الشريف إن هو عامل كده عشان يزوبه من الراجل المسؤول في البلد هذه الجارة اللي أرحمه فاتضح إن هو مش مجذوب فده عائل جدا وبعدين فلاش باكوة صغير لما كان بيحب أم البطل وعايز تجاوزها واخدوها منه فهنا ده بيشبعني كمواصل بحب أنا الدروبات دي أو التلوين في الشخصية يبقى لها كذا حاجة والسلام كاملين معايكو عيش سعيد ودلوقتي بايسوها هنتكلف موضوع وكمان هناخد رأي ناس في الشارع في الموضوع ده وهو الرجل الشرقي مصطلح الرجل الشرقي اللي هو لأ أنا كلامي اللي هيمشي أنا اللي هقوله هو اللي يتنفذ أنا بغير مثلا فيه لبس معين لازم ستة تلبسه فيه طريقة معينة للستة فكرة أو عمتا كلمة الرجل الشرقي لما بتتقلنة بنحس كده لو أنت على طول بيجي قدامنا فكرة سي السيد اللي هو أنا اللي هقول أنا اللي هكرر أنا اللي هقول إمتى ده يقف إمتى ده يستمر إمتى تنزلي شغل لأ ما تنزليش الكلام ده كله هل أصل مصطلح ده صحة ولا يعني رجل الشرقي لازم يكون سي السيد ولا لأ لأ وهل لسه فيه أصلا مصطلح الرجل الشرقي ده بيتقال أنا حاسة لو هو تلاشة يعني ما بقاش حد بيقوله أنا رجل شرقي مثلا ما بقتش تلك ده يعني لا موجود موجود ستل موجود طيب بصي خلينا يعني نقول كلمتين أبرك من عشرة خش علي يا صاحبي بصي فكرة الرجل الشرقي دي اللي عنده نخوة لا مش بس اللي عنده نخوة اللي اتربى على عادات وتقاليد اللي اتربى على الصحة والغلط اللي لسه متمسج بالمبادئ اللي تأسست فيه من وهو طفل صغير هو شاف إنه ده يصح وما يصحش أصلا الرجل الشرقي مش بس اللي بيتحكم الرجل الشرقي ده هو اللي عارف إن أنا الست دي لازم أعمل لها كل حاجة طالما هي ست معي أنا رجل شرقي وما أقدرش أخليها تعمل حاجة أنا عايزها تبقى زي ما بيقولوا ملكة متوجة وأنا اللي أعمل لها كل حاجة فلا هو مش الرجل الشرقي بس اللي هو ألبسي بتلبسيش إبعاتيلي إبعاتيلي ممكن أخرج لا هو مفيش ممكن أخرج هو إنت أصلا أنا عندي سؤال بس لكل الشباب كده اللي هي بتبقى لسه في أول العلاقات العاطفية وبتبقى عايزة تعمل اللقطة بتاعة إبعاتيلي وإنتي نازلة إنت بتبقى عايزة تبعاتلك علشان إيه بالزبط واحد ولا اتنين واحد تبعاتلك علشان تطمن عليها أن إنت تبقى عارف هي مكانها فين لو إلقت عليها عشان تبقى واخد بالك منها ولا اتنين إنت بتعمل كده من ناحية اللي هو أنا جامد جدا أنا راجل جدا فأنتي لازم تقول لي عشان تستأذنيني هو من حق ويعرف ويعرف وحق هو تستأذنعد هو د طبيعي معالش حمش نلعف السوابت يعني تستأذنه علشان هو ما لقى هو يكلمني فجأة يلاقيني في مكان المالص لا 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 هو علشان علشان إيه علشان يطمن علي علشان نستأذنه لا اول 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 أروح راجلي أنا فين هو أنا أروح أنزل كدا فأي مكان وبعد كده عرف راجلي أنا فين أنت مالك في إيه خلصت يعاجين ولا لسو إيه الضغطت لبط Oh دلوقتي احنا المجتمع ومن زمان اصلا الست بتنزل شغلها وبتجري وتروح توصل العيال والتمارين وهو بيعارف خريطة يومها كاملة انت تكلمي على حاجة روتينية كل يومية بتعملها فاكيد مش تكلمه ايه حابتي فيه ناس بتطبع عايزة تقرير مفصل انت روحتي فين واجتي الساعة كام وعملت ايه هو لو هو معودة على كده ايه هو كمان ما هي ايكل انا بالنسبة لي هي ايكل وهي برضو تعرف هو فين ايوة بالضبط هو انت كمان بتستأذنني قبل ما تنزل بتقول لي حبيبتي ممكن اروح المكان مش تأذنها اا صيغة الاستئذان دي ما هو دل انا رفضة صيغة الاستئذانة ولا انا رفضة لا بسألوه اا حبيبي ازايك عامل ايه انا رايحة بالوقت رايحة اقعب مع البنات من ناحية الاطمئنان مش من ناحية الاستئذان اا هي دي و دي لا ولازم بكون عارف انت راحوا فين عشان تطمنوا مش عشان تستأذنوا اا طب ماشي خلاص هي انت رأيك نشوف مين معايا ومين معايا فريدي يا ستي هو انت خارجة مع ناس هو مش بيحبوهم لا هو مش بيحبوهم انا اصلا ليه ابقى ليه علاقة بيهم طب انت محترمة هو جميلة طيب ايه العلاقة انا بكلمك على حاجة تانية انا بكلمك على ان فيه رجالة بتبقى دماغها اللي هو يعرف عشان يتطمن على والله لو قال الجملة بتاعت انا بعايز اعرف عشان ابقى متطمن عليكي ستي على عيني وعلى راسي بس لو قال الجملة لا فيه رجالة طبقات معيينة احنا كبشر فيه طبقه معينة ما فيه عنداش الكلام ده وفيه طبقه معينة عندها الكلام ده لا الست لازم تستأذن رجله قبل ما تنزق احنا نخاطب كل الناس صح احنا نخاطب كل الطبقات مش تستأذنها عبطتي ما هو هي فيه ناس كده الست لو خرجت لنبيت بوزها قبل ما تقوله يكسر لها رجليها هو فيه ناس كده تربيتها كده للاطمئنان مش للاستئذان هو دي مشكلتي بس ايه كان ايه المسمة هو بالنسبة له اطمئنان في استئذان في فتنجان هو تمام لازم ابي عارف ملوطي فين بتعمل ايه خارجة مع مين بتكلم مين اه خارجتها ايه هو فيه رجالة كده انت حرة بقى تقبالي تتجاوزي واحد ده ومتقبالي ده بقى انت حرة فيه تقبالي تتجاوزي واحد زي ده ومتقباليش فيه ستات بالنسبة لها ايه ده هو انا زي رجلي ما يعرفش انا رايحة فين وجاي من ايه ده مش راج مايعرف يا سي انا ما بقولكيش مايعرفش شفت انت بتحولي الكلام انا ما قلتش مايعرفش بس طريقة اللي هو ممكن اعمل كذا انا تزي شايفة ان احنا الاثنين كائنات ناضجين وكبرنا واخترنا بعض وتجاوزنا فانا بتطمن عليك انت فين وروحت فين وجيت منين وانت كمان بتطمن علي انت فين وروحت فين وجيت معي ده سوحة رضا وخالد وحيد احنا ملاش دعو بيهم فيه ناس تانية في المجتمع وده لينا صالح عادي انا بعمل زيك اللي هو الاطمئنان بس فيه ناس تانية لازم تدي تقارير وانت روحت ويقولك بقى كبيرة ده فيه ستات ستات بقى مش رجال بتقوله بعثلي live location ايه ده؟ ايوة فيه ده عندهم بقى trust issue لا على الفكرة انا شفت ده قدام عناية شفت ده قدام عناية من قريبنا مرات وممكن تقوله بعثلي او افتحلي فيديو انا شايفة ان ده اصلا مش طبيعي ده شيء مش طبيعي يروحوا يتعالجوا الناس دي تروح تتعالج لان انت عندك trust issue طب انت انا عايزة اعرف هو انت لو مش واثقة فيه انت جوزتي ليه؟ لو انت مش واثق فيها وعايزة تستأذنك انت جوزتها ليه؟ يا جماعة الجواز او العلاقات العلاقات مش بتمشي بالطريقة دي خالص بتمشي انت كمان بتحبيني بتصق فيها عايزة تطمن عليك انت روحتي فين علشان لقدر الله تليفونك تقفل انا هبقى عارفة لينا كلمتني قالتلي ان هي في المال وهتخلص وهتروح تتغدى في الحتة الفلانية تليفون هتقفل اه اكيد وفاصل تشارج هي مع صاحبتها الفلانية انا مش معايا نمرتها مش هعد اجري وراها ما بحبش انا الطريقة دي اللي هي اجري وراها بس على الاقل ما ظهرتش في الشوية دول هبتدي اشوف عايزة تطمن عليها لا هروح المكان ده ممكن تكون حصلت معايا حاجة في عربيتها تليفون هحصل معايا حاجة ابقى عارفة من ناحية لطمئنان ونفس الكلام جوزك مفروض تعملي معايا كده لكن تكلمي انت فين انا مع الشباب في بلاي ستيشن تكلمي فيديو كال ايه يا جماعة عاديين فين لا بس انت دلوقتي بتقولي لو حصلها حاجة طب ما هو لو عارف من الاول هي فين قاعدة مع مين راحة فين قاعدة ما هي هتقوله برضو تستأذنه تقوله حبيبي نراح المكان الفلاني ممكن هو عارف ان المكان ده في كافية مش كويسة في المكان ده ايه ما هي لما هتحكينه ان هي رايحة المكان الفلاني ممكن يقول لها لا ده في كذا 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 انا بيتيال ان انت ما تروحيش المكان ده فتقوله اه طبعا عندك حاجة هي قراءة يعني دي قراءة عارفة بس انا بالنسبالي لو هنتكلم لكن انا بتكلم بقى انت ودتينا في ليه للحطة دي انا كنت بتكلم في الرجل الشرقي اللي هو اللي هو ايه اللي اتربينا عليه اللي هو رجل بيحترم الح велات Passion و بيحترم السيت اللي معاه لا بيكسر 가 رقريها ولا اه اوه انا بقولك في ق المدة من مجتمع كده معنا كده انا موافقا انا مش وفقا طبعا اي ستت حتى الجزء يعمله كده اكيد احنا مش غنم ومش بقر احنا بنأدنين الف بركة. الف بركة بعد ما كسر لها رجليك. لأ انا بقولك فيه المطمئ المجتمع كده يا سؤال انت مش عزال ليدي استوعبي انزلي اه طلعي بره بابل المعادي. بجد والله ازب ام توكينج سيريس لي وحيات ربنا. طلعي بره بابل المعادي وبابل زايد والتجمع. فيه طبقات معينة. الست فعلا اه لو ما قالتش الرجل هيراح السوق. هتبقى لها سودة على بمغانة. انا ما قلتش ما تقولوش يا لين انا قلت تقولو. انا بس رفضة الطريقة المعينة اللي هتقول بيها. ايو انا بقولك. انا رفضة بردو. بس انا بقولك. ونفس الطبقات دي هتلاقي فيها ناس اللي اخدوا بعض عن حب وعن احترام وعن تأذير وبيحبوا بعض وبيخفوا على بعض وممكن يقول لها لو هي اي ليل وانا نزل السوق علشان اجيب كزا رياحي انت يا حبيبتي عودي مرتاحة. وانا اللي هجيب لك واسوي لك واعمل لك اوه ده في الاحلام. طب يا جمع انا عايز اروح اشوف رأيي الناس بعد اذنكو ونرجع تانيا عشان ننصوها بتحلم حلام وردية. يلا بيك. مواصفات الراجل الشاري من وجهة ناظري. هو حمش. يكون حنائن. يكون عائل. ويكون ملتزم الى حد ما. ان هو يكون بيخاف على معايا ويبيرعي ربنا فيها. مواصفات الراجل الشاري المفوضي بقى كده يعني. يحترم مراته يحترم بيته. بيكون محافظ على بيته كله. يحب بالضيف. يساعد كل الناس اللي حواليه. هو شخصية قيادية قوي. ان هو بيبقى راجل بيحب بيته. حبه اسرته. بيتقال كلمة راجل الشاري للتعبير عن الراجل المعقد. هو مش معقد. هو ممكن بس تكون الستاتة اللي فاكرة كده بس. لأ طبعا. هو مش معنى ان هو يعني عنده اعتقاضات. ودي بترجع للمجتمع اللي احنا فيه. بقى كده انسان معقد. بالعكس. راجل الشاري يمشي بالمبادئ صح. وفي راجل الشاري يواخد المبادئ. كدافع ان هو يعني اللي هو واخد المبادئ اللي هو يدوس على الناس. يجي على اهل بيته. ويجي على مواطه. ويجي على البنات. فاهمينه بطريقة غلط. يعني اللي هو بيحاول اللي هو يعني يضغط عليها. يتعامل معها بطريقة صعبة. ما يدهاش حريتها. اما الراجل الشاري صح لو بي عنده ويخاف عليها غير عليها. في ناس معقدة بس ده مش راجل شاري. مش راجل معقد ولا حاجة يعني المفروض الراجل راجل في بيته. تمام. لا هو الراجل الشاري بيكون عنده معتقدات وحاجات انت بتقدار يتتنقش معه. لكن اللي هو المعقد ده اللي هو عنده كل حاجة كده ده اصلا عنده حالة نفسية. ان احنا كراجل شاري فدي حاجة كويسة جدا مش حاجة مؤقت بالعكس. اكتر حاجة مستحيل للراجل الشاري يقبالها في الارتبط. ان هو يبقى اوبن مايندي. ما فيش راجل شاري بصراحة اوبن مايندي. هو كده مش راجل شاري. الاختلاط يعني بهرج او من غير داعي. برضو راجل بيحس باللي معايا. يعني مسلا ممكن تكون مسلا هي شجرة مسلا في مكان او كده. بنت تقشف لها التعامل بيكون بحدود. لكن لما يحس بقى الموضوع لا بيتخطل الحد ده. لا طبعا مش هي بالبتلان. اول حاجة بيبص عليها اللبس. وطريق تفكير البنت. اختلاف العداد. اختلاف التقاليد. اختلاف الثقافة. طب اتبت بنت. اغرب صفاتها مش بتعجدني. هيعمل مشاكل عشان هي كل صفاتها مبتعجدنيش. له على حسب. يعني فيه واحدة محتاجها توعية وبتاخد النصيحة. او كده. وبتتغير. فيه واحدة بيبصعها بالتغيير. على حسب الشخصية. احاول كلمها مرة واثنين. اه اتسو بكلا ويا سمعتني نكمل. بس سمعتنيش. هكلمها تاني. بدأ انا واحد بها. احاول معاها مرة واثنين وطريقة. عشان مش هتبت بيها كده وخلاص. اكيد هتبت بيها اه بنايا على حاجات كتير. فمش مش عشان كده اش سيبها يعني. هحاول معاها مرة واثنين وطريقة غير رقي الرجالة. الستة بتبقى قليها حتة كده او اعتقاد بتفتكر بطريقة معينة. والراجل برضو بيفكر بطريقة معينة. اه ناس كتير قالت رجل الشرقيه عجبني قوي لما حد قال حنين. اللي بيحتوي. اللي بيسمع. اللي بيعرف يقدر الستة اللي معاه لي بيعنده نخوة. وبالنسبة لي اللي بقى انا هنضيف دي حتة النخوة. اللي هو انت عارف الستة اللي معاك بتزيه مثلا تعبانة. بتشقف ايه. بتحبك في ايه. انت ريحها في ايه. انت مثلا ما تبقاش بامشي مثلا في المال. الاقي ستة شيلة شون ما تقدي كده. وجنبها جوزة بيتمشي جنبها. طب يعني شيل شنطة. يعني مش بولك حتى شيل كله. طب انصص معاها. لكن فكرة ان هي ماشية شيلة العيل على كتفها. وشيلة مش عارفة شنطته. وشيلة الكياس. وانت قاعد بتكلم في الموبايل. لا يبقى في دم بصراحة. يعني. وفي اغيره لا انا الراجل. طب يعني ما راجل افعال برضو. مش اقويل يعني. طب ما انت حلوة. حاولت اهدى انزلك شوية بالمستوى لننسي. عشان بتفهمينيش غلط. لا خالص انا محدش يقدر يعترض على فكرة ان الراجل الشرقي ده معناه الراجل المصري الاصيل الكريم. الراجل اللي بيستت مراته اللي عايزها احسن واحدة في الدنيا. اللي شايف ولاده دول نفسه يجيب لهم عينيه. هو ده راجل شرقي. مش حتة سي سيد بقى وانا لو استيت متشوفش النور. لأ مش دي خالص يعني. الحمدلله السلام ما وصلتيلي. ما وصلتيلي. شكرا. بس في نقطة معينة اللي احنا كلمنا فيها قبل التقرير. لأ انا عندي رأي اشانا رجعنا اتخانق تاني. اه فقف. خلاص. تلاف الرأي لا يفسد للود القضية. انت عندك رأيون عندي رأيين يا بعبر عن حالات بشوفها. في مجتمع ما. في ناس بقابلها في حياتي. وانت شايفة وجهة نظرك في طريقة ما. فده لانا غلط ولا انت غلط. لأ انا كنت بكلم برضو في نفس الحتة اللي هي الراجل علشان يبقى راجل شارقي مش بيبقى بالتحكمات بيبقى بالتصرفات اللي بيعملها. مسائسة. مسائسة للامور. بالزبط انت بتتصرف مع بيتك ازاي مع اهل بيتك مع عيالك مع امراتك مش مخليها محتاجة حاجة. شاهلة على كفوف الراحم واخدها من بيت اهلها. في العكس ده انت خلتها حسن هي احسن ومرتاحة اكتر وان ده بيتها ومملكتها. فهو ده الراجل الشارقي. اه ما رب نجمعنا والفاصل رجعنا الفاصل ونرجع ثاني نخليكم معنا ورجعنا للكو ثاني علشان نكمل حلقتنا ونشوف اخبارنا يعني اخبار لزيزة الخبر منين عندك عندي يعني لا هو منش منين هو من عن مين عن مين الشخصي اللي نرجسي اوبا اه صح ده انت قلتلي في الانترو صباح الفل الامي جسرين ما اشتغلش اشرف اجبلك اديك حقا بقى مركز ما انت ده عصبتيني من شوية فاعمل لا لا بقولك ايه مش هنرجع تاني خلاص اللي فات مات طيب انا هقولي الخبر بتاعي الاول او لا هتقوليني اتفضلي اقولي عشان تهدي اعزك يتهدي كده وتسترخي واقولي اخابرك طيب الخبر اللي معي النهاردة عن جمهور عمل يعني شبه المطر كده في ملعب الهاكي باستخدام دمى او دباديب يعني اللي هي تادي بيرز تادي بيرز اوه ياس تادي بيرز اوكي اوكي محشية بالقطن طبعا زي ما انتو شايفين كده اهي تادي بيرز كتير قوي هلو قوي مطر 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 هقولك اخر الخبر مين الاخد اهو طبعا ملعب الهاكي جل كان في ولاية بنسلفينيا الامريكية اه Sutي اوه التي تادي بيرز كده اوه 없이 المن shitty لا hospitalized عدوهم. اه. سؤالي بجده عشان هتنقت. ده حقيقي. في الاخر بقى. عسف الملاهي لما. عسف اللعبة اللي انت. اللي عمرنا ما كسبنا فيها زي. وبتنزل تقفش. كسبت فيها قبل كده? لا طبعا. بس حتى عمل حالي كسبتها يعني. بجد? اه. طيب. اه. طيب الخبر ده بقى تكملته. انت كتعايز تعرفي الحاجات دي راحت فين? اه. اتبرعوا بيها كلها لفائدة اه. اه. خمسة وتلاتين اه. اه. جامعية خيرية محلية. الله. حلوة قوي والدباديب شكلها خطير. يعني شكلها مبهج قوي. واكد فراحت اطفال كتير. طب انت نسلتينيش سؤال مهم. هما ليه اختاروا الدباديب. لان الفريق اللي كان بيلعب اسمه دبيرز. اه. اصلا. دباديب مع الدباديب يعني. طب حلوة قوي. لقى لفتة انسانية بصراحة جميلة. وحاجة حلوة قوي. فكرة لطيفة جدا. ويا رب ان شاء الله تكون الدباديب دي وصلت للاطفال. ولعبوا وببسطوا بيها. كلميني عن الشخصية. انا كلمكم بقى يا جما وبيقول لك ان في ميزة في الوجه. العلماء اكتشفوا حاجة في الوجه. لو موجودة في الشخص القدامك. يبقى دا شخصية نارجسية. الحواجب. تانا. بيقول لك كل ما الشخص يكون حواجبه داكنة وساميكة ومحددة جيدا. يبقى دا شخصية نارجسية. وايه كمان. يعني اه ممكن انتو كلوز على اينا وسوها واننشوف بقى مين فينا. طيب. بيقول لك ان شخصية نارجسية. الشخصية اللي عندها حواجب ساميكة. وداكنة زي ما انا قلت محددة. دا بيبقى سمات شخصية شريرة. وسمات شخصية نارجسية. دا دي دراسة اتعملت على الحواجب المميزة. اللي ممكن تكشف الشخص النارجسي. وحذر منها لعلماء النفس. بان الناس دي لديهم اهتمام مفرط واعجاب كتير قوي بنفسهم. والمرجح ان هما بيستثمروا في تحسين حواجبهم. للحصول على مظهر اكتر لفتا للانتباه. ويكون فريد. وبيقولوا يهتم الاشخاص انارجسيين بشدة بمظهرهم. حوتي دي تحتيها مليون خط. وكمان في دراسة اتعملت في 2018. بتقول ان الحواجب. الحواجب هي علامة على انارجسيين العظماء. وهو شكل من اشكال اضطراب الشخصية انارجسية. اللي هو اختصاره. ان بي دي. وبيتصرف الناس دي بشكل انه بتحب تهتم بحواجبها. على السنة ده شكل من مظهرها. وان الحواجب هي اللي بتدي شكل الوش كله. فعل اساسها اللي هو انا حواجبي كده مرسومة ومتحددة. واتقيلة. فانا كده شخصية نارجسية. فاي حد يا جماعة اي واحد تتعرفي علي يا حبيبة قلبي بصي على يعني مش على دبلته ولا ايده ولا بس. على حواجبه على طول. عشان تعرفي هو شخصية نارجسية عنده ام تي دي زي ما احنا قلنا ولا امان. لو لدي حواجبه خفيفة خلاص. مخبور حواجبي ايه معاكي. ليه 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 لنتكلم على 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 فقط الميكوب هنا. فهم اياني. وما خوف ياك انا احصل. خلينا سكتين. مش اوكي اصلاح حسيتك بترمي كده. خالص والله. انا بقول عشان انا شخصية انت عاف انا بحب اهتم بحواجبي. اه بيزة بجد والله يجب ام مش عيبي يعني في ناس انا بتحب عينيها شعراها جسمها انا بحب اهتم بحواجبي. فوالله انا مش نارجسية يعني فامعرفش. طب هوت طلعت الدرسة اي كالك. ظلمة. انا شخصية مش كده يعني فهمنا. طب يلا نلعب. بس ده كده حسني نارجسي. بفاكرة تامي حسني حاجبه زمان كانت ملفتة. فكده تامي حسني نارجسي لأ خالص وجميل يعني. طب يلا نلعب. طب هبتدي انا. فضل. اسألك عن مسلسل من اهم المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية هو العيلة الحلمية. اوكي. المسلسل ده سوة عمل منه كم جزء? اه ستة اجزاء. ماشي خمسة اللي هو. خمسة قديمة وواحد في الفين وستاشر تقريبا او الفين وخمستاشر سبعتاشر. ستاشر. ستاشر. اسم الفنانة الجميلة صفية العمري في المسلسل كان ايه? انا نازج السلاح دار. اتجوزت مين الاول سليم البدري ولا سليمان غانم? سليم البدري. المسلسل من تأليف مين? مسامة انوار عكشة. العملاق طبعا. طبعا. اسم ممدوح عبدالعليم في المسلسل كان ايه? اسم على اسم المخرج. اسم المخرج ايه مالكة النحتي ليه نسيتي? لا الاسم كامل كان ايه? انا حاولي تعرفت بقى اخلص قلتلك النص الاهم اسمه عالي. عالي ايه? لا معالي دي انا عرفاه. عايزة صح صحيحة. افوأة ملها مياه. طب يلا اقولي الاجابة دي خاصة. دي مش عارفة. عالي البدري. اوكي. اه بس كده خلاص. طيب اسألك انا? هم. اسطر يا رب. بس انت مسلسلات انت كويسة. مسلسل حديث الصباح والمساء. بجد. بعشاء. ده فالمسلسل ده كان فيه كم فنان وفنانة? ده كان فيها عمالقة. يعني ما كل ممثلين في السيزن ده ما مسلوش غير في المسلسل ده. لان فيش ممثلين نجيبهم يمثلو حاجة تانية. يعني العالم كل ممثل في المسلسل ده. طيب اه مين كان بيغنيت في المسلسل? فاكرة الاغنية طيب. فاكرة اللحنة اكتر يعني. اوكي. اسم عبلا كامل كان ايه في المسلسل? عليا. جليلة. جليلة? اه. ايه. اعرف انا اطلقبطت بينه وبين ايه اللي عنده ليب بتاع عبد الحليم هو في الصور. ماشي. دلالة عبدالعزيز في المسلسل كان مفروض خلفت كام ولد وبنت? اه تسعة. لا. ولدين وبنت واحدة. ايه. كله غلط. عمر واكد اه. اه. ظهر في المسلسل بدور الحفيد. كان اسمه ايه? ايه ايه ايه. مش عارف. نقشة بندي. اه. المسلسل كان اخراج مين? طبقي اختيرات معنىش. انا سعدتك في واحدة. طيب. اه. احمد. محمد علي. ايه ده? ما فيش اسم تاني. انا عشان انجزك وانا هقولك بالاسم التاني. احمد. محمد علي. احمد. احمد صقر. برافو لينا هيلة. لينا. 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 الله عليك يا مني. الله عليك يا سيئلة تانية. لا خلاص كده. طيب دلوقتي انا همسل لك فيلم وتتحاولي تعرفي هو فيلم ايه. ماشي. يلو. فيلم. من كلمتين. الكلمة الاولى. نايم. نوم. بفكر. مش شايفة. ايه ده? لينا صحية لينا عندنا حلقة. طيب. خضيتي. الف سلام عليك. نايم وسحيتي يعني ولا ايه. طيب قولي التاني قولي التاني بسرعة. التاني. ما نعرف ان هي التاني ما انا اللي صلبه منك. انتي. انتي ايه. انسانة اعمل ايه. انتي اربعة. الزوجة الرابعة. ايه. اونت ام احظي. اشرا كمتين. طيب الفيلم ده عزيم ولا جديد. في النص. ماشي. بطولة ست ولا راجل. ماشي من كلمتي ماشي مالغبية من يعني ماشي نايم نوم وانت نايمة ليه وعنيكي مفتاحة وبتفكري أحلام 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 كاميليا أحلام الفتى أحلام احلام عمرنا انت أحلام عمرنا يا لهو يا ربي الحمد لله بجد أنا بقولك أنا سني كام كام سني عملت سنك غلط لا ما أنا بقولك عدي وانا هوضع أحضرك لتلاتين دا الحالة هتخلص أموت وانا نايمة شفت حاجات فزعت حلم يعني بجد لا لا أنا عملت اللي علي والله العظيم بجد هتموزعين بيعرفوا العمل يتفضل همم همم فين من كلمتين أول كلمة خناص آمم زابط حاجة جاية من من إرهاب الإرهاب آه يضرب حد يضرب نار آآم كومبلا بش 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 يعني هي معركة حرب معركة حرب 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 أتاليا يا شاكل كنت أكل الفيزة يا شيخ يا شاكل كنت أكل الفيزة يا حرب أطار يا حرب الفراولة فلا هو تمام يعني والله يا جبال الحمد لله يقدر وراطف وانا زكيه جدا فعرفت بسرعة لكن سهة ان شاء الله تحسن من نفسها أكتر وأكتر وتكونوا عند حصنة النقو نروح بقى الفاصل ونرجع تاني على طول خليكم معينا ومتحوش في المكان ولسا نكملين معايكو عيش سعيد وجات الفقرة اللي أنا وصها وحضراتك وأكيد مستنينها فرغ الصبر النهاردة نورنا نجم وفنان كبير جدا لو شفته في أي مكان هتحس إن وشه مألوف بطريقة غير طبيعية هتحس كده إن هو شبه حد من أفراد أسرتك هو قريب جدا من الناس والناس بتحبه لأنه فعلا شبه حد إحنا نعرفه ولما تيجي تتكلم معاه أو تقعد معاه أو حتى تتفرج معاه هتحس إن انت تعرفه من سنين فنان عنده حس الكوميديا عالي جدا يعني لو قال الفي من هنا خلاص هو هيثبت في دماغك من هنا وعمرك ما تنسى الفي ده خالص ولو حتى تلع في دور حزين وعياتنا هيعرف برضو عياتنا بالجدارة كبيرة دفنا النهاردة هو يعني عنده تاريخ طويل جدا في مجال الفن السينمائي سواء دراما أو سينما هنتكلم معاه عن كل الحاجات اللطيفة دي وكمان هندردش معاه في مواضيع مختلفة يعني هناخده في كل الأماكن وكل المواضيع دفنا النهاردة الجميل أسامة عبدالله إزاي حضرتك؟ الله يسلمك يا أستوزة لينا مرسيها لينا على الكلام ده يعني أنا كده مش عرف أتكلم يعني الحقيقة يعني أنت منورنا ويمنورنا كده كده علينا مرسيها زي وحضرتك فعلا شرفتنا النهاردة في عيش سعيد وعندنا حاجات كتير قوي عايزين نسألك عليها من البداية خالص لحد النهاردة ولنا أكيد هتبقى عايزة حاجة حصري كده نعرف إيه اللي جاي كمان قدام لأ أنا عايزة بتجي الدحلاب كده دحلاب دي دحلاب دي بجز دحلاب دي حلاب دي جماعة كتب مصر كلها فترة من الفترات بتمشي تقولها في الشارع نبتدي بقى من الحتة دي بما إن هي اللي جات في دماغي حالا نسألها لحضرتك دلوقت الإعلان ده يعني بغضر نظر المنتج إيه؟ حالي كنت متوقع إن هو يحقق النجاح ده كله؟ الأول هقولك أن الدحلاب اتجاه ومدرسة ونظرية الدحلاب نفسه الدحلاب نفسه زي الحلزونة كده طبعا لا بسم الله أحمد رحيم يعني هو جات من عند ربنا سبحانه وتعالى واقترنت بإعلان وبعد الإعلان حتى في ناس ما تعرفش اسمي وكده بناديلي دحلاب فبقت كتبت علاية الدحلاب الدحلاب على طول وبينزل عليه وقت كوميكسات وحاجات سبحان الله ما شاء الله لحد الوقت يعني بس أنت ما كونش متوقع يعني حاجة معمولة على السنة الجديدة ما كونش متوقع إن الإعلان ده يضرب بالشكل لا ولا إن هي دي تبقى مثلا نوع من أنواع انطلاقة جديدة ليك في حالسان لا ما حصلش سبحان الله وده ربنا بيقول حاجة يعني بيقول إن ربنا لما يريد حاجة غير توقعات لكن كان في حاجة جميلة حصلت في يوم تصوير الإعلان ده زي ما بيقولوا عندنا أخلا مصرح جاية قدام يعني 28 سنة مصرح وبتاع قبل ملوة فيقولك العرض الكواليس بتاعته حلوة والناس الموثلين والمخرج والكويسين مع بعض بيبان للجمهور رغم أن الجمهور ما حضرش الكواليس بس الحالة النفسية الجميلة والهارموني الجميل زي أنا وصوها كده لما بنضرب بعض بيبان على الشاشة بيبان على الأرض بتاعكم أنتم قطعين بعض لما بنكون كويسين بيطلع باركم بيوصل للجمهور صح الزق جمهور زكي جدا فسبحان الله اليوم ده كان حلو وكان فيه ماشي كده بسلاسة وكانوا ماشاء الله الناس كويسين كان يوم جميل كده في فيلا في المعادي فأنا تفقلت باليوم ده لكن ما كنتش توقع طبعا المردود النجاح اللي يكثر الجميل من عند الله سبحانه وتعالى طب عايزة بقى بما أن حضرتك ذكرت المسرح وقلت تمانية وعشرين سنة مسرح طبعا المسرح مختلف وأي فنان بيحب المسرح أو بدايته مسرح بيكون عنده المسرح ده في حتة تانية أنا مني للجمهور وأنا بيتعامل على طول مع الجمهور وشايف رد فعلهم ومعارف هم حابيني أو مش حابيني كلمني بقى عن بدايتك مع المسرح وهل انت شايف المسرح في يومنا ده واخد حقه ولا لأ آه ده موضوع كبير قوي قوي ولذيذ مهمة قوي الحقيقة كبدايات النص الأولاني من السؤال ابتديت من تغري أول حاجة لفت نظري على الفن كان والدي الله يرحمه كان يحب قوي كانت زمان الأفلام بتتغير كل أسبوع فكان دايما موازم لقابلنا ويدخلنا كل يوم اتنين السينما فارتبطت بالفن فبدأت أقلد أفلام الحروب والتهران وأنا صغيرة للنون بعد كده دي خلقت عندي إن أنا أروح أي مدرسة دور على مصرح حتى في الحكومة المدرسة الحكومية ده رزيز لأنه مش على فكرة مش عاشين يطلع فننين ده كان ذكاء من الناس المسؤولة في وزارة تقبيل التعليم وفي صقاقة فليفرق طاقة الطلبة ويخلق الشخصية مختلفة طبعا صح يخليك يعني في أمريكا لحد الوقت بيدوا كورس وبياخدوا رئيس الرئيس الأمريكاني ده الكبير ده الهيسة الدوشة ده بياخدوا الكورس ده والمسؤولين الكورس ده ازاي تسمع وتكلم مجموعة من الناس في نفس الوقت فده في المسرح لو الولد الصغير دربتيه على ده شخصيته حتى لو ما شغلش مسرح لو ما شغلش مواثل أما يكبر هيبقى شخصيته فيها حاجة مختلفة طبعا وصف من نفسه كده وصف من نفسه يعرف يخاطب الناس حتى لو بشتغل في الشركة حتى لو بزنس لو حينفعه شخصيته في أساش فده بيحاولها كنت أدور لحد الجامعة بقى وكنا منافسين لبعض احنا وكلية تجارة جامعة تقارة وحيكنت كلية ايه؟ حقوق اه كانت شلة بتاعتي بقى اه اتقابلنا بقى ربنا نخليه كيف انه اتقابلنا بقى مين انا وخالد صالح الله يرحمه خالد الصاوي محمد هنيدي احمد عبدالله السيناريست طريق عبا عزيز الله يرحمه دول كانت شلتك في الجامعة دي كانت شلتي وبنشغل اه كنا بنشغل لانك زي الموظفين اه ونذاكر عشان لان طول السنة انا بنروح المسرح كأننا موظفين ببلاش بس حاجة شدانة انتقينا مع بعض عملنا كان الجميل بقى بالقادل معروض عالمية المسرح العالمي والشيكسبير وابسن وحاجات كده ومسرح المحلي للناس الهيلة نعمنا عشور بقى والناس الجميلة بتاعتنا دي وعندنا مهرجانين في السنة بنستعد لهم دي عملت يعني الواحد شوية خبرة وتعامل مع الجمهور وحب مطلق للمسرح طبعا وقعد تاخد جواز ممثل الحمد لله مفضل ربنا ست سنين ما شاء الله كما منوح حد ياخدها يعني هيدي بتاعتي محبوزالي معروفة بزا باخد مكفآت اجيب بيها الكتب وبتاعه وحاجات كده وعيش عليها طب بقى انشيلا بقى طب بقى انشيلا بقى طب بقى انشيلا اوف عن دي شلة بتاعتلي تخيل انت زملائك محمد دينيز تلموا مع بعدي كده خلد الصوي خلد صالح ده يعني شلة دي توليفة وشخصات مختلفة من الناس كالكترات مختلفة كمين الأقرب فيهم ليك كصديق خلد صالح ده كنا اللي يشوف خلد يسأله علي الله يرحمه اللي يشوفني يسألني على خالد ومع بعض في البيت عنده في مصر قديمة بنزكر أو بنزكر مصر يعني بنحفظ أو عند خلال الساوي في البيت كنا دقيق على طول مع بعض واما اضربنا في السوق واشتغلنا بعد الجامعة مسرح وما فيش في المسرح بعد ما تخلصي بتلات شهور بروفات وتشتغل شهر في مسرح الدولة الطليعة أو الهناجر وكنا يعني فدعيين بعد ما تخلصي العرض بشهر يبدأ الشيك يطلع لك بحاجة ألف ونص تكون استلافت قده عشر مرات أكون كتب تكنبيالات بأختار من كده بكتير فاشتغلت أنا وخالد صالح عند أخوه كان إنسان جميل قوي واسمه إنسان كبير بتاعنا ده بقى وكنت باعتبر أخويك كبير كمان فاشتغلنا عنده كان عنده ورشة جميلة جدا بتاع بتيفور وبسكويت فكنا نقعد على الفرن أنا وخالد صالح تاكل البتيفور ولا ايه؟ لا نسرح في الفن فنقعد يتكلم فنحرق له البسكويت اوكي يا العرب المتوقع يتحرق فنزلنا السوق نوزع عشان يخلص مننا يعني بس كم يشجعنا وكانت فلوس بتمشينا نروح بيها بقى المسرح بالليل نقعد ناسهر لما بتشوف ابن أستاذ خالد صالح بالوقت يا أحمد بتحس بتقوله إيه؟ بيفكرني أولا بأبوه الله يرحمه لأنه عنده شوية لازمات كده وشبه ونسخة ووشه بصدقك حالا هو ظهر ما كانش كبير اللي خلف ما ماتش سبحان الله ما كبر بقى وأحمد من كبان قادم بقى سيبك من فنان كمان من الناس الديسنت قوي المؤدبة الشيك الوعي فأنا بحبه وبحب شخصية أحمد ربنا يحفظه يا رب يا رب طيب نكمل بقى الشقة تانية من السؤال وانت شايف المسرح فين دلوقتي يعني هل هو واخد حقه ولا لأ جمهور المسرح بقى موجود ولا ما بقاش فيه جمهور للمسرح ما بقاش فيه حد حابب يروح يتفرج على مسرح والدنيا بقيت ما فيش وقته ما فيش إمكانيات المسرح نفسه بقيت الناس حالشان تعمله بروفوت وقت طويل شهور وتيجي تعرض عرض ولا اتنين وهذا كده يقولك ما ده تكليف كتير مسرح الدولة والمسارح الخاصة فانت شايف بقى الوضع عامل ازاي بقيت موضوع جمد وكبير ومهم قوي مش لنا بس كفنانين للبلد كلها وانا بفكر فيه بقى لي 7-8 سنين لان فيه ظاهرة حصلت ان فيه مصرح بدأ يختفي فهنا بطدي تفكر انا اولا عايز اقول لحضرتك فيه حاجة للأسف مش عندنا وريد تبقى عندنا في مجالات كتير اللي هي التكنولوجيا بتاكل عندنا الحاجة اللي قبلها بمعنى زمانا اما ظاهر التلفزيون قالك ده ضرب الراديو بعد التلفزيون اما مش عارف ايه اما النت ظهروا السوشيال مادية منصات ضربت التلفزيون او ريسيفر ده مفروض ما يحصلش كل حاجة من دول يعني مصرح ليه لايف انك بتشوف الفنان قصادق ونفسه وبتحسه بالاضاءة فيفضل مصرح حتى لو فيه تكنولوجيا جديدة وانت قادر في البيت دوستي على زيارة تفرج بس يبقى ده ليه طابع ومتعة ويعني انا ملبسه بتاع واشرب شاي وزبط اواشرب قهوة وعندي الساعة 8 ومصرح ونازل راكب رايح حالة طبعا ما بتتوفرش على الموبايل الموبايل حالة تانية انها بيقدم لي حاجة سريعة وقوية وممكن في دقيقتين اخد ميسج وكده اذا كل حاجة مفروض السينما ليها جو انك تخدي حد وتروح يتحدر فيلم معه جمهور صح ليها طعم كل حاجة ليها طعم برا ما ماتتش الحاجات دي برا موجودة ومحافظين عليها والدليل على كده المصرح ما يموتش مثلا من التكنولوجيا وكده برا فيه مسرحيات في انجلتيرا وفي امريكا بتحجزي لها 6 شهور دلوقت او مقدما قبليها اذا العيب مش في المصرح العيب في تناول الحكاية انا حاسس كاجابة على حضرتك يا زوها ان من 7-8 سنين يمكن من 10 كمان المصرح المصري راح لحتى قضت عليه شوية اللي هي ايه اللي هو بقى ما بين الكباري والمصرح اه اذا حكي سكتشات على حاجاتكم مش سكتشات السكتشات دي فن ليه برضو على فكرة قليمة استعراضي خفيف اكتر حتى مش الاستعراض بتاع الدراما الاستعراض الدراما ليه مواصفات انما الشو اللي هو بس مجرد انت لا لا انه لا اوه انت ازحا فيبقى بهرجة وليس اوكي ده ليه ناسهم مطلوب وبيفرح واحنا الفرح عندنا البلدي في مصر ما اصر فينا اوكي لكن المصرح عايز حاجات تانية عايز موضوع حتى لو كوميدي يعني شوفي فيه مدرس عندنا في الكوميديا حتى لو لايت بس يعني مثلا مين ينسى مصرحية المتزوجهم بتاعت طبعا انا تسميت لينا اصلا بسبب والافات بتاعها انت لسه ايه الافات انا تسميت خدسي ملتحت الحدز اللينا يعني كلنا مصر فينا مثلا المصرحية شاد ما شافش حاجة بتاعت استاذ عادل اليمان عادل اليمان طبعا فيه مصرح فؤاد المهندس الجميل الدافي ده وشكار سيدتي الجميلة لما تسمعي بس لو انتي بتعمل حاجة واسمعت صوت فؤاد المهندس وشكار بيعملوا لت اتحده طبعا انا وهو وهي بالزبط ده المصرح زاد بقى جزء تاني كبير مهم جدا لمصرح الدولة ده لازم يبقى منور ده احنا كنا بنروح واحنا صغيرين في سنوي وفي اول الجامعة نتعلم من المصرح القومي والمصرح الطليعة ده ونشوف فيه مواضيع تشكل عندنا تفتح مخينا وطلعنا بالزبط اذا المصرح كقيمة ما يموتش العيب فيه القيمة فالمصرح المصري يجيب بقى الشق الاخراني بتاعك يا سوعة هو انا حس دلوقتي المصرح في مصر مستني حد يقوله تعالى اعمل حاجة جديدة بنفس جديد غير اللي كان موجود اللي كان موجود ده كان مصرح سياحي واخد طبع وكان ناجح على فكرة جدا بس احنا الوقتي مش فيه عايزين حاجة تانية فالمصرح مستني بيقولي يا جماعة حد يحركني في حتة تانية يعني مثلا سوريا مثلا عشان اوضح بس كلامي مثلا استخدام التكنولوجيا في المصرح الجديدة لسه محدش يجي جنبها صح اللعب بالدوق والشو او الكمبيوتر والحاجات وبرة بيعملوا ده دلوقتي ويفراجك على الستيجي ده مش موجود طيب كنت عايزة اخد برضو رأيي حضرتكم اننا فتحنا سيرة المصرح وحالك مصرح جي قديم يعني عن الشباب اللي طلعت أصلا بسبب مصرح يعني في مثلا زي مصرح مصر شباب مصرح مصرح لرابيع وتوتا وقسقس الناس دي طلعت وتشهرت بسبب المصرح مش بسبب مثلا سينما أو دراما لأ ده الناس اتدت تعرفهم دول بتوع مصرح مصر طبعا حاولتك أكيد شفت العروض دي قبل كده طبعا وفيهم حبابي واشتغلت معهم مع حمدي ومع ناس كتير هم فارقة كبيرة هم شو الله كلهم تقطقوا طب حالك يعني شايف المصرح بتاع مصرح مصر ده نقدر نصنفه ازاي وهل هو فعلا كان عمل يستاهل كل النجاح ده كله ولا هي جات عشان هم مثلا دمهم خفيف أو الموضوع جي معهم حظ يعني حالك شايفه ازاي هو أنا شايف أولا أن ده مجهود كبير قوي حصل نتج عنه التجربة دي المجهود ده ابتدى من عند الأستاذ أشوف عبدالباقي طبعا سنين تصنيف الحكاية ده ما نقدرش نقول عليه المصرح اللي بنتكلم عليه لكن ده مصرح ليه طبيعة وكانت فرصة جميلة للمجموعة دي وكلهم على فكرة شو ده دي يعني يعني وقفتهم مع المصرح وما شاء الله ونكحين في الفيديو دي حقيقة كتير منهم نكحينه وعملين علامة يعني أنا اشتغلت مع مصطفى واشتغلت مع فجاحين في الهند مع حمدي ويعني ممثلين بجد لكن المصرح ده ما أجل أتكلم عليه لازم أصنفه تصنيف اللي هو طبيعته ايه ده مصرح اقترن طبعا هو فيه لايف بينه وبين الجمهور طبعا لكن عند معظم الناس في مصر وصلهم عن طريق التصوير عن طريق الشاشة الشاشة صح فالناس دي نجحت لما وصلت للشاشة لأنهم كويسين بس وصلوا عن طريق الشاشة غير المصرح بنتكلم عليه اللي هو دايما لايف وممكن تسجل في الآخر كام ليلة يطلع منهم من المصرح تحتفظ بها في الأرشيف أو أو إلا أن جزء كبير من نجاح المجموعة الجميلة دي بتخطيط جميل واهتمام ومحدش بيعمل ده كتير على فكرة من الأستاذ الجميل أشرف عبائي ورعاية الناس دي لأنهم حسن أنه عندهم طاقة صح ومؤهلين فكانت فرصتهم جميلة أنهم يعملوا مصرح لايف كام ليلة بس أساسه يتصور يوصلك عن طريق الشاشة صح فبيسموه مصرح التلفزيون وده كان موجود عندنا من زمان بس كان أعمال معينة ومش فرقة واحدة كان نشأ وكانت تجربة أنا طلعت معظم فنانين مصر الكبار اللي احنا بنحبهم وكان معمول في استوديو الجيب بنسمه مصرح التلفزيون وطلع ناس يمكن فؤاد المهندس كمان ابتدى في مصرح التلفزيون أستاذ الجميل فده الفرق ما بين طبيعة مصرح التلفزيون ده ومصرح اللايف اللي انت فتحة شباك على طول في الشارع وده كان بيبقى فيه جمهور برضو أه طبعا ده ليه جمهور بس انت في مصرح التلفزيون الجمهور بتاعك بيجي كم ليلة عشان تصوري حاجة مترتبة مترتبة وفيه جمهور بس جمهور ده ولايف بس انت عايزة النتيجة انك تحتفظي بالعمل ده على شرائط وتزيعيها أو كل اسبوع زي ما كانوا بيعملوا أو كل شهر كده يعني حلو قوي طب ندخل بقى على الدراما وقبل كل ده حضرتك طبعا اتأسست ويعني اخدت الخبرة برضو من أسماء كبيرة زي طبعا المخرج الكبير الراحل يوسف شهين وكمان كاوس نسكرا المطاوع فأسماء كبيرة قوي عايزة عرف اتعلمت منهم ايه والله يا سيدة كان حظ من عندي يعني وتوفيق من عندي ربنا ان انا قابل الناس دي اولا تجربة توسف شهين اتعلمت منها حي كتير لان من جمال المود او الاتموسفير في الشركة عنده شركة العالمية دي كانت في وسط البلد كنت تروحيها تحبي تروحي تقعودي هناك حتى لو معديكي الشغل وكان حطت بوستر كده في المدخل من فيلم الباب الحديد هو هندرستم فتقعودي تشربه تحته وشوية قهوة فتبقى مبسوطة وتروحي ومبسوطة فمبالك بقى ما تجيلك فرصة انك تشغلي معا كان السبب المخر الجميل خالد الحجر كان معايا في حقوق وشافني هنا بمثل في المسرح القومي مع الاستاذ كرام مطاوع قال لي انت اليه ما بتجيش الاستاذ قلت له اجزي اعمل ايه قال لي ده فيه فيلم وبتاع المهم عرفني به وفعلا لديني دور صغير كنا مجموعة فيلم اليوم السادس المجموعة دي كانت اول مرة تشتغل السينما مشتغل معايا في شيء كان الاستاذة عبلة كامل كان فيه مجموعة طبعا كان محصل موحدين ده معايا اساسي في كل تجاربه دي حقيقة كان جميل وراقص ومغني وممثل موابا ما شاء الله مجموعة مواهبة ده الممثل الشامل او الفنان الشامل فعلا وغني وعملنا ادوار صغيرة وشامعة بحميكة موجود برضو وكده عملنا ادوار صغيرة في الفيلم ده بعد التجربة دي ربنا اراد ان انا حبيت المكان وبتاعه فكنت بروح لخالد وكان زاكفتين المساعد الاول بتاعه اياميها وكنا نروح فاكتشفت ان هو بينفذ شوفي بقى هنا ربنا بيديكي سبوت كده على حاجة تاخلي بنا خبرة كان مكتب شركة يوسف شعين العالمية بتنفذ اي اجانب يجو يشتغلوا اسبوع من انجلترا من امريكا من فرنسا عنده فيلم مثلا فيه تصوير او فيلم تسجيلي عن مصر او فيلم فيه كام شوت فيفضلوا عشر تيام فاحنا نشتغل معهم اي حاجة مساعدين في الانتاج في البريك في انصح هم عندهم سيستم طبعا جميل قوي في الشغل دراسة الاماكن اللي حيصوروا فيها عشان الشغل بقى سهل بعد كده فالتلات سنين دول علموني حاجات بقى اما احتكد بالناس دي الالتزام في الشغل ازاي الواحد لما يتفق مع حد على حاجة بقدر ما ربنا يقوي يقضي لازم تينفذها بالزبط انا اتفقت معاك على خمس قروش عشان اعمل كذا ده بقى سيبك بقى من فن ده التزام انساني ان انا حقق لك اللي انت طلبه مني على قدر ما ربنا وده الكلام ده للاجئة الجديدة عشان ما يريحش لاني في ناس بيجي ساعات 18 سنة يقولي انا هنتحر عايزة طب يا ابني تجاربك خش تجارب وعيش خد خبرة وعندك اصرار احتك اعمل كل اللي عليك بعد كده يعني قبل ما تحبط يكمل احباط ده كله اه مع الامل والطموح والحياة والتعب وكل ما تتعب ده بالعكس التعب ده هيوديك اه هيوديك لحتك وعيس فده اللي تعلمته من عند الاساس يوسف يوسف وروحوا في الشغل ده يعني كان طفل لأ وانا كنت بحسه صريح قوي يعني هو دائما فضيع اه يعني بيقول العارف قدامه ولو في حاجة بيقول اله في وشه وعلى طول ومتزعليش منه لانه الاول بيخلق ما بينك وبينه صداقة نوع من الصداقة وهو فانتي ممكن لوحد يبعايل كنا لسه فيقولها جامعة وبتاعوا تقولولي يا جو اه ويقولي كماش ماش والمكتب عنده عامل كده اه وانتي قاعدة ومالوش دعو بيك يمكن تيجي تشابي اه وتعادي وبتاعوا تمشي وتمشي عادي اه ومالوش دعو اه اه ماشمش عامل ايه الروح حلوة يعني اه بزرعة فلما يبني بينك وبينه وده وحبه وصداقه فتتتقبل منه اي حاجة فبالتالي ما يجي زعالك ده صاحبي بيقى انا وصاحبي منزعق لبقى اه عادي وانتصلح كمان خمس دقائق عارفة بيوديك فينك فروحه كانت جميلة الله يرحمه كان طفل كده وطاير كده طب وكرم مطوع كان مطوع بقى ده ليلة تانية المسرح وبقى ده كنت بتمنى ادرس في المعهد علشان كرم مطوع درسلي لان كرم درس مسرح ايطاليا ودرس في ايطاليا وكان ممثل كده واشتغلت معها بقى في مسرحية ايزيس كان بيختار ناس تعمل ادوار برضو مشهدين بتاع الحاجات دي وكانت التجربة في القومي فانا مسرح قومي مسرح قومي ده كان ليه لا يعني ان الواحد يحط رجله على خشبة التاريخ اللي واقف عليه ناس عبقرة عبقرة طبعا انا كنت بقعد اه كان عامل بوفيه راجل قديم اسمه عم عبدو كان عجوز اوي كبير فحضر سليمان نجيب وحسين رياض فكان بيحكي لكو بقى كنت له حكيلي بقى ناس اللي كنت بتعمل ايه اه كنت قد عنده فيه اشرب حاجة وقل له حكيلي فكانت تجربة مع السيس كرامو طبعا رجل اكاديمي يدرس في ايطاليا فعنده حاجات خدنا منه بقى برضو الالتزام قوة انك تقدري تقفي على خشبة المسرح وتوصلي انت عايزة توصلي ايه هو كان فيه شبوخ كبه يعني حتى في ازيز كان الله يرحمه استدار شفافور كان معنا فجات له سفريات وحاجات فانشغل فهو عمل مكانه فبقينا نقف على الكواليس نتفرج عليه في المشاهد بتاعته ازاي بيبتدي ازاي الكروشندو بتاع المونولوج عما يقول كلام ازاي ينهي وكان اما ينهي كنا نراهم بعض لازم الجبرح يساقف سوكسي اصلا اوكي كان عنده موهبة ازاي يرتب لك الكلام وياخد العينين وكان كده معلش انا فيه كلمة كده عدت عليهم في المتحدة ايه الكلاشنجو الكروشندو 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 اللي هو مثلا ممكن تبتدي هادية في الصوت وتاخدي الناس معاك هو مصرح مزيكي على فكرة اكتر منه بالزبط هو التدرم في العداء ازاي ممكن ابتدي معاكي بهمس وانهي معاكي بفوق اهوي الصوت ايه ده فتروحي معايا فلازم يبقى فيه طبعا طبعا طب انا عايزي صنع لك سؤال مهم بقى بعيد عن المصرح او السينما او الدراما بحس قوي ان الموضوع انا مش فهماه هل هو توفيق من عند ربنا ربنا خلاص شاور علي بقى مشهورة فانا هتشهر او هتميز او هبقى نجمة ولهو الموضوع موهبة بحت ولهو الموضوع ببقى في البداية وسطة وبعد كده ربنا بيكرمني لو انا مجتهدة خلاص بحس ان فيه شطر قوي قوي وبتتظلم يعني ما بلقيهاش في ادوار الادوار التانية ممكن تبقى احلى من الدور المطولة في ناس علمت اكتر من الباطل ملقاش علاقة بمساحة الدق بالزرق فانا مش فهمة الموضوع بيتأسس ازاي يعني ليه حد ممكن يكون موهوب قوي ولسه مش نجم وممكن ليه حد يكون عادي جنب موهبة حد وهو نجم شبك بيتأسس ازاي تمام ده برضو موضوع مهم في كل دوائر الشغل في الحياة في البزنس في الطب في القواعد بتحكم الحياة وفيه على فكرة ده بيحصل في مجالات تانية ممكن تلاقي مهندس بسيط ومشهور جدا وعنده شركات وبيعمل مشاريع ومهندس موهوب قوي وما فيش حد بيعبره بيشتغل في شركة موظف مهندس بياخد مرتب وعادي ده بيحصل في جميع مجالات الحياة ده اولا بيسموه ولاد البلد ايه النصيب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى رايد ده في العموم بقى رايد لك تبقى فين في الوقت ده وربنا ليه ترتبات ده محدش يقدر طبعا القدرية دي انا مؤمن بيها جدا اه وربنا لما يريد حاجة بتحصل بيوجهك وبيديكي كمان الباور انك تعملي ده صح لان من اول الباور اللي بيجيلي ده من عند الله طبعا طب حريك شايف هكلم بقى استاذ قسامة عليك شايف انك واخد حظك في المجال الفني كنت الاول حاس ان انا مظلوم وبتاع بس كنت مستمتع بان انا في الحكاية ان انا في المسر حتى لو ما فيش فلوس ما فيش شارع بس انا موجود السلوك ده بيخليني مبسوط سعيد عارفة كده بقى مبسوط وناسي كل حاجة حتى وانا عندي ولاد بيبعات زغنانين بس بتيجي في لحظة عليك طبعا تقيم نفسك وتقول انا في الحياة فين فاشتغلنا كزا حاجة بس كنت انا بشتغل عشان نرجع عشاني بعندك تقدري تصري في بتاع لان الفن في الاول ما كانش بيجي فلوس بسيط فعما نروح بقى المنطقة انا بالعكس بعد كده حسيت ان كل حاجة بتوقيتها من عند ربنا وانا ومعظم الفرقة بتاعتنا اشتهروا على الكبر يعني خلت الساوي بان هو ما شاء الله كبير خلت صالح بان هو كبير ما كانوا بيمثلوا وقالوا انفاترات كبيرة فيه تايمينج معين او وقت بتحس ان ربنا محدده وحتى لو ربنا مقردش خالص اكيد فيه حاجة فيه حكمة فيه حكمة صحيح اه يمكن لو الواحد راح كان راح في حتى وباز او حصائي الله يعلم بس ده ما يمنعش المجهود والتركيز والدراسة up to dead دلوقتي اللي بيحصل في الدنيا التطوير مزات يعني اه في الهندسة طيب فان لازم ما انا الوقتي المتوفر ان انا عارف up to dead بيحصل في الدنيا ايه في شغلاتي ولا سوري معلاش لا لا ولا هم والدنيا دلوقتي بتاعت انك تبزيلي مجهود اكتر وتكوني متميزة ما تبقيش جيدة بس اه مش عادية انا فوق العادي عشان لا لازم تبزيلي مجهود انك تبقي متميزة صح صح كنت عايزي سأل حضرتك بينما انك تكلم على التطور وعلى اي حاجة تبقى حديثة ففيه شكل جديد اتعامل في مسلسل وسط البلد اه اه فكلمنا عن التجربة دي وان ازاي هي مختلفة عن الدراما اللي احنا متعوذين عليه اه وديتينا الحد تانية اه لا احنا هنلف في حضرتك كتير ربنا يخليك اه مسلسل وسط البلد كان تجربة غريبة ولو انه هو معروف برا في امريكا وانشأ في امريكا في الخمسينات والحياة كان الهدف منه انه يتعامل مسلسل بيت ستات البيوت يتبوق ويحطوا فيه بما انه متكرر واب تو ديت معهم في الحياة وطويل جدا يحطوا فيه اعلانات لستات البيوت لحاجات اللي هي بتنفع للبيوت والمنتجات ونظافة والحاجات دي عم يوسف دي الحكاية اه عم يوسف اما عمله هنا بقى خدت عم يوسف الدور بالزبط دور عم يوسف دور مختلف ومميز اللي كان عايزة غير ديانته علشان يتجوز طب كلمنا بقى عن تفاصيل المسلسل المسلسل عموما ولا عم يوسف لا يعني المسلسل عموما هنقول انه هو بالنسبالي كممثل لون جديد وبيعمل حاجة غريبة لان احنا بنمثل دور في فيلمه او بتاعه وبنمشي وبيخلص انما وسط البلد كان لي شكل تاني انه هو ممتد معاك يعني مثلا كنا متفقين بس ده ما حصلش على اربع سيزن اربع سنين بتشغلي بتبتدي تتفق انك تاخدي فلوسك مش زي عاي عقد فيلم او بتاعه باخد عشر قروش لا ده انت بتبادي كل شهر زي الموظف فده بيعمل لك فنانة حالة مش معتادة عليها طبعا وحاجة جديدة اصلا اول مرة نسمع عنها تروح كل شهر تاخدي المرتب الفنان مفيش مرتب خلص الناس ياخد يمشي باي باي كده فكان طبع جديد في الشغل عمل كمان الفة لاننا عادنا سنة وكم شهر اللي هو السيزن اولاني والتاني وقفنا فيه عمل الفة غريبة جدا ما بين المجموعة اللي شغالة بقينا كلنا بقي عمين زي الارايب لانه بنشوف ولفنا خلاص بقى كل يوم بنشوف بعضه كواليس وبريك وحاجات كتير بالزبط وفي حتى ناس قالوا وده في برنامج قبل كده حالة جميلة يعني بدأنا النادي بعض بأسامي الشخصيات أصلا خلاص بقى عم يوسف مش عايب كده يعني زي دون كان فيه مجموعة متميزة وعلى مستوى يعني أنا فيه اتنين اول مرة اقرب لهم شوية في المسلسل ده يعني مثلا الاستاذة جميلة يعني اعايز افتكل اللي كانوا موجودين فيه بس كتير قوي يعني استاذ جمال عبد الناصر مثلا اه اه الشياكة والجمال والأدب والإنسانية والاحترام اللي فيه رباني ديكو الصحة وتعباني رباني شفيه فكان فينا وقات كتير اللي واحد عرف بيه عن قرب كان فيه كلوز قوي وبقىنا زي أهل فعلا يعني فكان عمل لطيف يعني كمجمل اه طبعا وعم يوسف بقى طبعا عم يوسف بقى ابتدت بيه اه ابتدت بيه وبعدين اندهشت قوي في الشخصية دي لانا لقتله تحولات وفي نفس الوقت ابن بلد قوي وصاحب بقالة وطلع له ابن أخوه عمالي شاكس فيه فلقيت التركيبة شوية شوية بتبتدي ايه تبان لي أكتر فحبتها وبالتحديد رد فعل الناس اللي بتشوف المسلسل كان كويس اه من ويقولي لي عم يوسف من قلبوهم ومتاع وانا ماشي في الشارع ومعاعد مع حد او لما المسلسل وقف عايزين نعرف عم يوسف عمل ايه لانه كان المسلسل وقف وقفه في فترة هيجاوز تاني وصديق وحبيبته عمره المنايل اللي طول العمر ما حيسيبها او بدأ يسيبها فكانت تركيبة في ناس اللي بتتابع هتعايز تعرف بتتشد عايزين نعا طب احنا في أسئلة نهاية مفتوحة مش نهاية وكانوا قاعدين قريب بس مش عارف التفق ولا لا عايزين يا جاوي لا اكيد ان شاء الله يا رب يرجع شخص هم الثانين واكيد في لسة سئلة كتير بس هنروح لفاصل وهنرجع تاني خليكم معنا ورجعين على طول لسة مكملين معاكو عيش سعيد ومنورنا ومشرفنا في استوديو وعيش سعيد الفنان الجميل أسامي عبدالله واللي الكلام معاه مش بيخلص وعندنا أكيد قصص وحكايات كتير طيب نرجع بقى لمسلسل مأمون وشركامع طبعا الزعيم عاد الإمام يعني تبقى حاجة لطيفة جدا فرصة لطيفة لأي فنان انه اشتغل مع الزعيم فحكيلي كده عن الكواليس كتا عاملة ازاي ومع عاد الإمام تكلمتوا في ايه لما شفتوا بعض ايه اللي حصل ده موضوع كبير رغم ان شغلي كان يعني ضيف كده بس موضوع كبير أولا جالي تليفون وأنا في الهند كنت بيصور فيلم جحيم في الهند والشلة معايا هناك فجالي الموضوع ده فقلت لهم طبعا انا جاي مصر كمان اسبوع بتاع جيت هنا كنت هاخد قرار اني ما اعتذر من كت ليه بقى انت انا وانت ليه عارفة الفضول الفضول هايما قلت ست عارفة ست لما تدخل في خوار كده اللي هوب عنده بعضها لاني فكرت ان هقابل في المشهد ده عرفت ان انا مني للاستاذ عادل استاذ مصطفى فاهمي المجموعة كلها المشهدين فقلت ايه ده يعني الاستاذ عادل حاجة عند المواصلين كبيرة طبعا وتاريخ طبعا والمواصلين وجمهور اللي عندناح كلنا اه وجمهور طبعا فقلت طب افرد ايه لقت عارفة القلق ده اللي هو ايه انا مش عايز يعني لو حصل العلاقة بيني وبينه ابقى وحش مش عايز مثلا ايه اه هو نجم كبير فمسلا انا لو جيت يمكن حصل القلق بتاع يمكن يحصل حاجة توتر العلاقة صح فتلعل فانا مش عايز ده فداخل لاني فقالوه لأ روح وبتاع مش عارف ايه فروحت اه بالنسبة بقى للوكيشن وكده من اجمل فكرني بالاجانب اللي كنت معاهم ايام منصيف شهين اللوكيشن مظبوط من اول ما بتروحي حد بيقابلك اه اللوكيشن بتاع الاستاذ رامي منظم طبعا جدا اول ما بتنزلي حد بيقابلي بياخدك على الكاريفان الملابس بتيجي نظام جميل جدا هدوء الاستاذ عايز يقعد معاك عشان تراجعه فتروح يتقابل الاستاذ عادل كده شغل انجليزي حلوة اه عجبني اه اه طب هاول اللقاء بعد لما تقابلك روحنا بقى مثلنا بعدك شوية تفضل روحنا كان فيلا وكان فقالوه من الوده انتو جايبين ومنين هو دايما بيبقى ليه كلمات كده بيفك اللوكيشن بعمل بروف قاونا وانا احنا داخلين غلط جاي جوي الزبني فداخلين غلط وراجل بتاع مواقفه بتاع على راحته فداخل بالهب وبتاع لهم داخلي بالهب اللوكيشن بتو جايبين ومنين ايه وصح وعدت حك وسبحان الله الاستاذ الجميل كمان عايز بعد اول مشهد يعني حاجات من اللي بتشجع الانسانية الجميلة بقى عايز اذكر الاستاذ الجميل راقي الحس مصطفى فهني طبعا طبعا بعد المشهد اللي يفتدخل عنا تخضيت حضلني يعني ما شاء الله ما شاء الله شوفي حاجة عملها بس عندي لسه فاكرها لغاية دلوقتي بتقصر طبعا ومتشجعني تشجع الممثل لما يكون ملوش تجارب كتير وبتاع حاجة ربنا يديره صحة اكي الاستاذ عادل بقى تصحبنا على بعض لدرجة انه هم بيزبطوا الاضاقة بقوله انا بحب الغنوة اللي في اخر مسرحية اسمها ايه اللهم صلى على النبي الايه اللي بعد بوديجارد اسمها ايه اه زعيم زعيم اه اللي بتاعت الشعب اه الغنوة اللي بيقولها في الاخر قعد واقف وغنهالي اللي هي مخصوص الله ماشي حوالينا ايه ده ايه اللي واقف عرض خاص اه غنهالي فانا اتبسطت جدا حلوة والتاني مشت بقى راكلست فاشتغلت معه حلو وعمل لمحة جميلة جدا اه هنا بقى الخبرة الولاد جابوا لي ورقة مشهد بني وبينه على الهوى فقلت لهم لأ ما ينفعش مع الأستاذ عادل لازم اجي يحافظ ومحضر طبعا ده انا خايف اغلط في حاجة توتك من اللي انا مذكرها اصلا فقال مني عارفة عمل ايه لمح الحكاية قال لهم خدوا الأستاذ وسامة وقاتوا لكم بيت شاي هناك هناك واجي معايا ولحد ما يقول لك ويقرأ وقعد جنبي مساعد لحد ما يقول لك أنا اوكي قل لنا يلا شوفي الجمال جميل جميل شوفي الاهتمام بالشارع طبعا دستح يا رب وفعلا راكلسته عالتقاره وبتاعه وهم اجهزت قطوله تفضل للولد اللي معايا المساعد وانقذني من ان شغل جاء على هوا ايوه طبعا ما ينفعش بعدا المرفوضه لا بالعكس ده أنا طلعت وعملته خد باله طبعا هو زاكي جدا ما ده زكاء الفنان يعني طبعا هو بيركز بكل التفاصيل حتى لو هو مش في الحوار نفسه طبعا نروح لحطة السينما وانت كان لك اعمال نروح لجحين في الهند بقى الرايس لا الرايس عمر حرب ايوه 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 واعمال لا اعمال كبيرة حجائية طلعت كده اه اه فتعالا نتكلم بقى عن السينما وبداية اول اول عمل كان مين فيهم تمام في حاجات قبل ما ربنا يعني يريد وتعرف قبل الاعلان وكده وفي حاجات بعد كده تجربة قبل كده كانت معظمها مع الاستاذ طبعا خلد يوسف اعملت معاه حاجات طلعت كده يعني بس كان اكبر حاجة فيها كان دكانش حاجة اه دكانش الافيلم ده كان نجامت جدا اه اه وغاني في كل حاجة يعني في شهوية مواصلين طار حتى هيفا احنا استغربنا ان هيفا ايدا الشطارة دي نتجة في التمثيل بالزبط احنا كنا في تقرناها ست حلوة مش واحدة بتغني حد جابها عشان بالزبط لا هي ممثلة وشطرة انا مرة دخلت الفيلة اللي كنا منصور فيها فكانت قاعدة جنب سبت وفراخ حواليها مع زباين وعايل صغير كده قاعد انا قلت دي حد من الماء يعني اه جاي من السوق او حاجة وعاديت جنب بعد قلت ايه ده هيفا هيفا فكانت سبحان الله ممثلة الدور حلوة قوي كممثلة مش كمطربة جاي منها مطربة حلوة بالزبط وكان في تجارب تجانب بقى الاستاذ شريف عرفها طبعا اشتغلت معها في الجزيرة مشهدين اشتغلت معها في مع كريم عبا عزيز وشريف مونير الفيلم الجميل بتاع اسمه ايه ولاد العم طبعا تعملت زابط مخابرات كده حاجات كده طلعت يعني كان بيجيلي وانا كنت نفسي اشتغلت سينما كنت مشهار مصرح بس في الفترة دي فكانت بتنعشني قوي وبتقربني من اسات ذا كويسين وكبار في المجال السينما عايز اتكلم على منطقة تانية وهي منطقة السوشال ميديا انت اكتب قوي على التيك توك وبتحب قوي تعمل فيديوز على التيك توك وكمان كان ليك اكتر من تجربة شاركت في حاجات تانية مختلفة زي مثلا اعملت حاجات مع كايرو تايم كلمنا بقى عن التجارب المختلفة دي وكل واحدة طبعا هتكلمنا عنها الواحدة والحقيقة عموما سبحان الله ده من فضل الله مع وضوع السوشال ميديا ماكونش حاطف المالي انك تعملي سكيتش ديئتين تلاتة بتاع الجو ده ماكونش حاطف المالي خالص فما ربنا كرم بيه خلق علاقة بيني مهمة جدا وبين جمهور السوشال ميديا او المتعاملين وهم معظمهم شباب شباب فربك بيقولك انه قربك في الحتة دي عشان كده برضو مسئولية فما نجحت الحمد لله عملت مع شركة الأستوزة هند سابري حاجات عملت مع كارو تايم عملت مع شركات تانية وربنا وفق في حاجات منهم كتير وخدت زي ما بيقولوا مع الناس وتعرفت والناس حبيتها كومنس جمهور الشباب بيبقى بتقبلهم في الشارع بتقبلهم على السوشال ميديا بيقولولك ايه فيه ناس كده نوعية حفظة تلاقيوا انت معد على ناس بيقولك الافيه تاع بيقولك الافيه والجملتين التلاتة كريم مش عارف ايه معنديش جبنة مش عارف ايه فيه واحد يقول لي استاذ احنا يعني احنا شباب كده زي ما انت قلت بيش عارف ايه احنا مية مية ايه فتلاقي التعليقات حفظين كل الافيهات بتاعتك الحمد لله في حاجات منهم نجحت قريبة ودي حملت الواحد مسئولية لان الجمهور الجميل الشباب الجميل مستني انت بتعملي ايه عشان يتعلم منه حاجة صح حاجة اتأثر فيه فلازم يوصل يوصل له حاجة كويسة وفي نفس الوقت لا يتضحكه والافيه يكون خفيف وزريف عشان يثبت في الدماء كده بالزب ودي فيها تحدي خطير طبعا ان الممثل مفروض هنا في دقيقة ونص يقولي الحدوطة والقصة والافيهات وكل على طول في مختصر المفيد ولا انت مسرح ومتش بقى مسلسل براحتك ولا فيلم ولا مسرح لان انت في دقيقة ونص لان الجمهور حساس قوي وراحب يتعلم منه لان لو ما عجبوش حاجة دس على لبشك خلاص خلاص مش هيكمل الفيديو السوشال ميديا دي خطرتها وجمالها في نفس الوقت ان لو ما عجبتوش المادة خلاص هيروح لفيديو تاني عشان برضو الباقة صح كده طيب عايزين نروح لعمل مهمة جدا وهو فيلم يوم الدين اللي طبعا راح كان يعني ده منتر فخر ان فيلم مصري يروح لكان فده حاجة وحدث مهم جدا واظن دي كانت خطوة مهمة قوي في حيات حضرتك طبعا وكانت حاجة حالة طب فيا ريت حالك تحكي لي عنها وتقول لي تجربتك في الفيلم الحالة دي سبحان الله حالة جميلة وكانت جديدة ورغم ان التجربة مش كبيرة هو فيلم قصير بس من الاول من اخر اتكلمني والاستاذة الجميلة اللي كانت معها مسك البروجيكت كانتاج وكده حسيت ان الناس دي في حاجة وسبحان الله بعد كده عرفت ان هو عايش ما بين مصر وفرنسا وبتاعه ومهتم بحاجاته وكده فكان الفكرة جديدة انك تعملي حاجة خاصة بعالم خاص كده لي وان البطل يبقى منه وحد مش ممثل ده فعلا حالة وشخصية شريرة كمان لا البطل ما كانش شريرة كانت شخصية انت اللي كنت شريرة اه بالزبط لانه دحك عليه وقابله في السكة ما بين الناس فعمل معاه واجبي فالتجربة نفسها وهي بتتعامل شكلها لذيذ وحلو وشكلها تجربة خاصة ومختلف كنت حاسس ان هو مختلف لانه فيه لين انساني او خط انساني التجربة عايزة توصله فهو ده اخطر ما فيها ثم وصل وعرفت بقى انه راح المهرجان وخدت تأدير معين المسألة بقى ايه اه قلت صح يبقى التجربة دي كانت مداها ده لازم تروح في الحتة دي سبحان الله وتعلمت منه بقى حاجات كتير ازاي الفن لما يهتم بالانسانيات قوي وبالخطوط الانسانية دي ازاي بيبقى راقي وحلو ويوصل حتى لو يلاقي مثلا بايه لغة بيوصل للغاية التانية للناس كل لها طبعا بيكسر الحواجز دي وبيبقى الحلل انساني بيدخل قلوبنا خلاص مهما كانت لغته ايه ووصل لنا وحيك فعلا عامل او فيه العصفورة بتاعتنا بتاعتش تعيد قلت لنا ان تقريبا فيه فيلم روسي حاجة كده اللي بيحصل ده قرفت منين لا احنا عندنا عصفية بطل حتة يعني اوه ده كان من من اسبوعين كده عشرة ايام تجربة جات برضو كده من عند الله حلوة وشفت بيها علم تاني خالص في الشغل والتزام تاني مخرج روسي جميل بيعمل فيلم قصته غريبة قاوية عن رحلة لستة كبيرة وابنها اوه فبيروحوا اماكن مختلفة كان بنحظي ان انا خدت دور فيه وعملته اتصورناه في مدينة الانتاج واستمتعت جدا بحالة المخرج والكلون اللي معاه والفكرة بتاعة الفيلم والممثلين فيه تشكيلة وممثلين من روسيا ومن سوريا ومن مصر هو لغة الفيلم ايه انا اللغة العربية العربية اه لانه ممكن يعملونه كذا اصدار ويتعمل دوبلاج وكذا اه في عام لغة طب رمضان بقى رمضان قرب ودخل علينا كلها شهرين تلاتة كل السنو حالة تطيبين تطيبين وبخير ومنورين ربنا خليك قلنا بقى في تحضرات حاجة رمضان والله انا في رمضان ما كانش في حاجة لاني كنت مزنو قوي في مسلسل كبير خمسة واربعين حلقة فكان لازم يخلص لاني عايزيني زعوبة دريف ما كانش فيه فرصة لكن من فضل الله جاتلي سبعية كده في رمضان ان شاء الله يعني سبع حلقت اه اشتغلت فيها يوم ولسه هنكمل ادعونا يا ربي ان شاء الله تكون بالخير انا حاسة اصلا رمضان جيه يعني فجأة اللي هو سبحان الله هي ناس ليه تخلص اصلا في الوكيشنز انا اصلا ما سمعتش حاجة عن الوكيشنز مش زي رمضان فتحاسة فجأة احنا في الشتاء لفجأة رمضان هل تشحقوا يعني تعملوا مشتصلات اه انا حاسة رمضان لانا حداث الفترة اللي فات كانت كتير جدا فخلتنا كلنا ربنا يكون فعون الناس طبعا اكيد فجريت اخذك شوية من الفن بقى نسألك بقى في الحاجات العادية ايوه انا حاسة تارحاجة عن الفن قبل من لا ماشي بقى خلاص بقى سلسل البحث عن عول عشان ها بحب المسلسل ده المسلسل ده اه الدور كان مختلف احكي لنا كده شوية عن المسلسل ده اه ده دور غريب قوي كنا بنعمل قريب خلصنا الحمد لله الجزء التاني والاولاني عملناه السان اللي فاتت ده انتاج الأستاذ شيف عرفع اخراج البسوز هادي البجوري فيه طبعا الجميلة هند صبري هند صبري وفيه مجموعة عيلة وعمل فيه شخصية اللي ماسك الفيلا اللي هو البواب بتاعها او بس راجل تركيبة وحاطت مناخيله في كل حاجة في كل حاجة وانتابع هي وحدوتها بينها وبين ومش عارف ايه والحاجات وكامل وبيحاول ده التركيبة بتاعت الشخصية ايه حلوة طيب فك شوية بقى طبلاوي ولا زملكاوي يا أستاذ قسامة السؤال ده ما حابش اتجاوب عليه ليه؟ نظر عنه ان الجمهور بتأثر قوي فكان عب حليم حافظة اللي أرحمه كان زيكي في فيلم معبوط الجمير قالوا انا زمال هاوي ايوه اللي الحتة اللي مش مفهومة اه بس انا بحب اللعبة الحلوة وبحب الماتشات الأجنبية حبك كورة يا نصب متابع كورة؟ مش ككورة يعني كنت بلعب انا صغير وكذا بس اما جبرت بشوف الدولية منتخب بقى منتخب اه طبعا بتحمس ديها قوي وبحب أشوف الماتشات الأجنبية كم الفضيع من الكاميرات اللي بقى يصور كل حاجة والإخراج للماتش اه بقى كنه عرض سينيمائي ما بقاش ماتش وبقى عرض سينيمائي دي حقيقة بزبط ليس أقولك إنه فيلم سينما دي حقيقة والزوايا والجمهور الكاميرات بتروح فين بستمتع بداية طب عايز أسألك بقى عن الإعلانات شوية إنت كنت شايف الإعلان اللي احنا تكلمنا عليه في الأول دي حلاب دي حلاب كان فتحة خيري ممكن إنت بتمثل من قبلها بكتير بس ده زي نور عليك سبوتلايت كده وخلى الناس تاخد بالها أكتر إنه لأ عنده حاجة كبيرة لازم نستغل لها فهل إنت لسه عايز تتجه لإعلانات تاني وممكن تكرر التجربة زي بمأنها ما شاء الله سماعت جدا مع الناس آه طبعا لله الحمد لله وبالتحديد لما يكون ربنا يكرم بإعلان في شغلة حالة وتحسنه فن توصيل يعني الحمد لله الإعلان الأولاني من فضل ربنا وجمال الناس اللي شغالين فيه واللي كاتب تحول إلى يعني حط كده بصمة في حتة ليهم يعني مش أنا اللي كاتب السيناريو والمخرج عمل بصة كده يعني أو تتش كده دراما في الإعلان كأنني كنت بصور مشهد في مسلسل أو كاركترات وشخصيات وكبا فده تحدي جميل وحلو لو جاي إعلان بفكرة حلوة بفكرة جديدة يا سلام ليلا بحاجة كده مترقعة بالظبط أنا جالي بعد الإعلان ده حوالي خمس ست إعلانات وأعمال عايزين أن أنا أعمل زي اللي عملته فيه أنا مسكت نفسي من فضل ربنا وما ما وفقتش عليه عشان مش عايز تكرر نفسك بالظبط فلو جاي حاجة جديدة لذيذة فكرة جديدة نفس السكة دي بس فيها حاجة ليه لا طبعا طبعا أعلانات كويسة ولذيذة وفيها تحدي لأنك زي ما قلت من شوية عايزة توصلي حسيسك والموضوع وكله في 30 ثانية أو في دقيقة بتعلق مع الناس طبعا ده أكيد فيه فنان معين أو فنانة حصل معاك موقف معاك قلت لا أنا مش هشتغل في اللوكيشن ده تاني أو توطر مثلا هبيحصل ولا ما حصلش معاك توم كروز لأنه كان متفالي نعوي فقلت مش هشتغل معا الرجل مش خلت معا في المين وخ لا فيه جاو معين في الستوديو فيه ناس تحب تشتغل معا ولكن تعرف إن اسمه على عمل تجري وفيه ناس تحس طيب لا يعني ما افتكرش حد وصلت معاك كان ممثل مش هشتغل اسمه أو من غير من ذكرها سامية كنت نفس بلية كده وبعمل الله يكرمها كانت شافتني مع الشيف عرفة كانت مساعدة مريم وبعوف جميلة طبعا مش عارف ستة دي أنا عايزة تبقى موجودة تعمل مسلسلت ماشاء الله عليها وعملت معا مسلسل معالي العلي على الكيب باستاذ الله عليّاwers بعده بكده كان مسلسل بتاعها هو ده مسلسل بتاعها وكان مفروض هو معا عايد على مكتب وانا الزابط داخل بقابله فقال لي بسوطه عليا فجأة انا داخله وسلمت عليه وبتاعه وهمسل لك بس هو مش وحش والمواقف ده بس ع потрambالية وانا لسه زغالنا ببقى و ما شغلتش فيديو كتير أوكي اسمه أيامه بنعيشها المسلسل ده كان مع بسم صامرة و ليلة علوي أنا داخل عليه ففاجئني مش عارف ليه كان في حد بقى مشكلة أو في مشاكل المده معمول له حاجة في البيت مزعلاء أو بداع فقول لي علي صوتك علي إيه ده في إيه وصلتني أنا بعمل مع اين فترهي فليت سوفي طالعا قلت له قلت عكيده ومش قصدني فدر بكت فقلت لأ مفروض هو الرجل ما شاء الله هو مش كان فزيع يعني بس كان ممثل معروف مكبير شوفسا فعمل معاكل فقلت ليه إنما بقع الممثلين اللي أنا أفتكرهم بحاجات حلوة وساعدوني كتير يعني مرة الأستاذ حسن يوسف كنت شغال في مستلسة اللغة العربية مع أستاذ زوفيقه أجدي زمان كان محدش لصعب قوي اللغة العربية ده برضو محتاج مذاكرة فماشاء الله كان أنا وأربعة منهم الأستاذ حسن يوسف ربنا يديله السحراني يا رب يا رب فبعد ما عملت المشهد لقيته داخل علي فخفت هم أربعة أتولى كان منهم أستاذ محمود الجندي الأربعة عابب نمثله في الفيديو كانوا في البيت وأنا بقى لسه بتاعهم وقفهم مخرجوا صادي وأنا بقول فطبعا ربنا يستر فبعد ما خلصت أول تصوير المشهد لقيته داخل علي بيهجم علي قلت في حاجة فإحنا بنلبس بقى اللبس الإسلامي ده أعتني فيه بتاع مع وجهنا بيعدلها لي وبيطبطبع ريه وبيقول لي ما شاء الله ما شاء الله الإقاع أما الأستاذ محمود الجندي قال الإقاع جميل والإحساس عالي ما شاء الله ما شاء الله ما هم كبار مش يعني مش محتاجين هم يعني لما يقللوا من مجهودك مش هيستفيدوا حاجة ولما يزودوا بالعكس ده هتدي أداء أحسن في المسلسل هتسوف الجمال بقى بدوني كمان ثقة وريحوني فبدأت أقول براحة أكتر وهم أساتذ أكبار يعني عم عايشين في المسلسل كأين وبيتهم طبعا يعني بيمثلوا من غير أي ألم فقالوا لك الواد الصغير ده لو قال كويس مشجعه بديني لها حاجات مهمة جدا على ذكر بقى حاليك لسه بتقول أستاذ مصطفى فهمي طبعا طبعا حكيت لنا مواقف جميل هو أصلا منتهى الأخلاق يعني والشياكة ومعروف أنه شيكيا طيب على ذكر طيبا المسلسلات التاريخية والناس هي جمهورها مش كتير أو هي تكلفتها انتاجيا كتير قوي حاليك ما سلت طبعا في الإمام الشافعي والمراضي فكذا حاجة ابن حزم فبحث المسلسلات دي بالذات بيكون لها جمهور معين واللون معين وشكل معين دايما الناس الكبيرة شوية في السن لأن الشباب مش بتهتم قوي بالحطة دي مش بتتشد قوي في الاتجاه ده فإيه رأيك برضو في المسلسلات التاريخية والدينية والسكة دي بحثها متحبة جدا لا وهي كمان صعبة ومكلفة ومذكرتها كثنين صعب وفيه قادي كان لها مخرجين معينة حمدي غيس كمان وفيه شخصيات معينة طبعا أقول لك على حاجة مفاجئة كبزنس الحاجات دي تكسب كويس قوي 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 في الزمان اللي احنا فيه ده بس شرط اهتم بيها القصة تكون شيقة والتاريخ مليان بتاعنا والتاريخ الإسلامي فيعمل صح فيه حاجات أقول لك على حاجة مش فيه مسلسل مين اللي عملوا الإيرانيين ولا مين اللي هو بتاع سيدنا سيدنا يوسف كان كان إيراني اه ومش بلغتنا كمان ونجح واتباع واتباع لحد الوقت بس انت يا هاتي المادة الشيقة وحد كويس يكتب وحد كويس يخرج ومسلين يشيله حتى لو باللغة العربية لأنك عندك على فكرة ده يعني مثلا هي شبه شوية بس مش هي ألف ليلة وليلة ده أدب شارقي صح من تاريخنا والناس اللي كاتبينه والخيال بتاع بغداد مش حاجة واقعية يعني العالم كله بتفرج عليه بتعمل منه أفلام يعني فيلم علاقة الدين الأمريكاني بتاع الباطل المصري جميل مستوحل تشوفيه شارق كل شوال فانت اعمليه بس حلو وهتمي بيه وحيتبقى على فكرة والصورة تبقى حلوة ومزيكة طبع حلوة يعني عندنا ناس عباقر بقول انت جي بقى ساخي برش بزبن هقولك حاجة بس مش مهم ساخي قد مهتمة بالتفاصيل وبالتشويق وبالجمال يعني مثلا فيه أفتكر الموت ده تحقق في مسلسل رغم انه ها مش إسلامي ولا تاريخي بس قريب كفرد لهاب من أجمل العمال لانشترك المزيكة مع فتحة الباب والبنت مش عارف مي مع الإضاءة الجميل المخرج الأستاذ أحمد نادر جلال ده أنا بقوله انت أحلى من أجانب يعني بتفرجله على حاجات أحلى من أجانب بيعملوا مسلسلات ما شاء الله عليه وتشوفي المزيكة وهي نازلة بتاعت عمر اسماعيل مع التتري الجميل مع الإضاءة النور هو التاريخي اللي لازم يتعمل كده إيه نوع اللي انت نفسك تعمله من الأدوار يعني فيه دور معين نفسك تجسده طريقة معينة يعني اتكلم ان انت عملت لغة عربية وعملت شر وعملت حاجات مختلفة أكيد لسه فيه دور نفسك تمثله فيه طبعا مثلا الدنيا يعني يعيش مع علم ولا يتعلم والدنيا ملهاش فيه حياة كتير منها الأدوار زي بتاعة كفرد الهاب كان فيه كنت بدأ ربنا انا بحب الموثل يبقى كده يعني كفرد الهاب فيه تلات مسويات المجذوب بتاع القرية والسوق لطش وماشي بيلطش وبتاعه وبعدين تكتشفي لما يقابل البطل يوسف الشريف ان هو عامل كده عشان يزوب من الراجل المسؤول في البلد هذه الجارة الارحمه فاتضح ان هو مش مجذوب فده عائل جدا وبعدين فلاش باك وصغير لما كان بيحب أم البطل وعايز اتجاوزها واخدوها منه فهنا ده بيشبعني كممثل بحب أنا الدروبات دي أو التلوين في الشخصية يبقى لها كذا حاجة على المستوى بقى فيه مستوى تاني اللي هو نفسي أعمل ايه بتاعه فيش خصيات جميلة نفسي أعمل وحاسس ان تاريخه رغم أنه طبعا ده خطر لأنه عمل والله يرحمه الأستاذ أحمد زكي بس تعمل فيه منطقة معينة فيه تفاصيل تانية في الكتب ومراحل ما تعملش أنا ورسدات رئيس ده في حياته مساحات وما تمرمت وبتاع دي عاش أيام وما اختفى وما تسجن الفيلم كسفها طبعا أستاذ أحمد زكي محدش يقدر لكن أنا المغري بالنسبالي اللي حصل في حياة الرئيس أنا ورسدات المناطق دي كتيرة محدش يعرفها أما عاش شيال فترة بتاع ربينا وما راح السجن وما تعامل مع مش عارف إيه دي ماتش يعني كدراما لسه فيها حياتة ما تصلتش الدوق عليها لسه آه فمغرية بالنسبة لأي موصل طبعا يعملها أكيد الفنان الكبير أسامة عبدالله أنت نورتنا والكلام معاك ممتع وما بيخلص نورت عيش سعيد وعملتنا حالة لذيذة كده من الفن وكلمنا عن أعمال فنية كتير شكرا لك نورتنا نورتنا أساس أسامة ومرسي على وجودك اللي عمل لنا طاقة إيجابية في الأستوديو الجن يعني شكرا أنا اللي مرسي لكم ويا رب ما مكونش أزعجناكم أبدا دا حريك كنت ضف عزيزنا وورتنا وشرفتنا ربنا يخليكم دايما بالنجاح والتطبيق إيه رأي حريك تختم لنا بقى الحلقات آه سراع آه نشوفك كموزيع بقى يلا بينا يلا بينا أنا أقول للناس باي باي بقى ونشوفكوا بحلقة جديدة وقبل باي باي كلمة آه وعيش سعيد كلمة واحدة بقى الحردك عايزه بقى آه الأوتروب راحتك معاك الكاميرا اهو وعيش بقى آه بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا مبسوط قوي للقاء الجميل دا وأهم حاجات آه يعني إلا فاتة ناظري عايز أولى الجمهور اللي حيشوف إن شاء الله برنامج دا إن لينا أوسوها مزيعتان قويتان جميلتان يتمتعان بروح جميلة وفيهم دا حلبة كده غريبا شايع ألاحظها مع المخرج والناس اللي في الكنترول الجميلة اللي عاملين لنا موت جميل أحب أشكرهم كلهم وأنا استمتعت جدا معاهم وللناس اللي وراك كاميرات مرسيل زوكو دايما أنتو والقناة في نجاح وتفوق يا ربي دايما كده إن شاء الله شوفكم حلقة جديدة باي